خب بالا جمهور الزمانك ما بينساش حد جمهور الاهلي بينسى اي حد الايام هتعدي والسنين هتعدي لكن موقف امام عشور ده مش هيعدي لو مشربش الصجارة قبل المطش في الحمام مش هارف يلعب قدر مكروه انا بقولك مكروه جوه قط اللبس بيحبوا بيقرأ النادي الاهلي شطر جدا في اضعافك لما بيلاقي لعيب كويس عندك بيحاول ان هو يعمل اي حاجة عشان يجيبه وممكن اللعيب دوت ما يفرقش معها حاجة بس هيجيبه عشان يضعفك انت نهارده لما اللعيب بيصهر ويروح يصهر بالليل ويروح يسكر ويروح معرفش ايه وتلاقي ايه جاب جون المطش اللي بعده والجمهور يقول له هايل هايل ومش هايفين هو صهران وهو صهران هل انتو صح يعني كجمهور واحد بياخد عشرين مليون في السنة وخمساشر مليون في السنة ونفسده تعبانة احنا هنهزر ولا ايه عقليات مش تعبان عقلات محتاجة قطر يدوسها اوالله نام تسحى تاخد قرار هي دي مش دي الادارة في مؤامرات هلو ما فيش مؤامرات فين بسأل لا ما فيش مؤامرات ولو بقى في مؤامرات في سنة هي بقى في مؤامرات كل سنة كل سنة السلام عليكم يا اصحابي اهلا بيكم وحلقة جديدة من جول كاست والنهاردة معايا نجم كروي من طراز فريد وشخصية قيادية وعنده حاليا انا بسميها امبراطورية يعني ما شاء الله بخارج كرة الخدم او في مجال كرة الخدم ولكن بعد يعني ما اعتزل كون حاجات جميلة جدا نهاردة هنتكلم عليها يعني وكمان طبعا اثناء فترة لعب وكان حاجة مميزة جدا وكان انتقاله لنادي الزمالك كان انتقال صاخب يعني وكان عامل دوشة جامعة جدا اه غير كده انه هو شخصية جميلة جدا ومحبوب بشكل كبير جدا في مجال الكرة بعد حتى ما بطل وانا اشهد عالكلام ده من كتر التعملات اللي حضرتها في وجوده يعني فالنهاردة معايا الكابتن احمد دويدور منور دنيا عبر احمن عامل ايه يعني بشكرك طبعا المشوار البعيد اللي جيته وممسوط جدا ان انت معي النهاردة بص اول حاجة طبعا انا بحبك على المستوى الشخصي جدا جدا واحد من الناس المحترمة الكارزمة اولا انا متهلاق اخر مرة 2017 2018 في القناة واحد من الكوادر المحترمة جدا سواء في الناحة الادارية او الناحة الاعلامية فانا شايف ان واحد زيك ما يتسبش ان شاء الله كمان لما تيجي تعمل بودكاست والناس كلها تشوفك وانا عندي علم ان معظم لعبت الكورة عايزين يجي البرنامج على وقت ريقعدوا معاك فدي حاجة كبيرة وحاجة كويسة جدا بكلم بجد وانا لو جيت المشوار ده كله ده انا اجي لك اي مكان والحلقة اتأخرت ودي وقتها ان شاء الله الحلقة بازن الله تعجب الناس كلك زوء كالعادة يعني لا انا مش زوء قوي انا مش زوء قوي لو حاجة انا بالنسبالي مش حبيب ان انا اقولها مش هقولها فانا بديك حقك ودي حاجة يعلم ربنا لما انت كنت مع برادلي اه وانا كنت في المنتخب لا باين 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 في حد كادر محترم جدا بس احنا عندنا مشكلة هنتكلم في الحلقة عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا ان هي ماشية ومصالح طبعا ان طول الوقت ان هي ماشية ومصلحة وانت عندك شخصية اللي تعبش تكلم حد يعني اللي هو المفروض يبقى العادي ده العادي دي مشكلة لا انت لازم تتكلم ولازم ان انت تتصل بدا وتتصل بدا وتتحايل على ده عشان تلاقي شغل ودي مشكلة كبيرة جدا تجاي سخن اول لا انا مش سخن ولا حاجة انا بكلمك اللي بيحصل دي الحقيقة ان انت لازم ان انت يبقى تواجه للرأي العام للرأي العام لازم يبقى فاهم ان فيه كوادر احنا للأسف منحصرين في كوادر ناس مميزة لكن معداش جديد في دائرة مغلقة ناس كويسة كل الناس اللي موجودة كل الناس كويسة وناس محترمة جدا لكن بتيجي وقت كده خلاص مفيش جديد هتقدمه الطبيعي ايه اللي يحصل تدور على تجديل مطلوب شباب عندهم ناحية ادارية كويسة وده موجود فيك انت فاهم وموجود في ناس كتير اخد بالك موجود في ناس كتير جدا جدا لكن انت منحصر على المصالح وهي دي المودية الكورت القدم في مصرف دهية ان كله بيعايز ان هو يجيب صاحبه طب ايه الكفاءة اللي عنده مفيش كفاءة او مصدر ثقة بالنسبة له لا لا هنتكلم في كل دوت بس خلينا بدأ الاول من حاجة دلوقتي حالة ان احمد دودان عملها وهي منظومة كبيرة من منظومة الاكاديمية لا 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 دي حقيقة والله على فكرة يعني والله مش قصد حاجة كان فيديو فابل كده جوم عن دولم اكاديميات بس يعني ما تكلمناش فيها لان انت مشاء الله اكاديميتك مميزة وفيها يعني انا بشوف البطولاتو كده حاجة امبراطورية زي ما انا قلت يعني وبدأتها من مناطق بسيطة ودي اكتر حاجة جزابة بالنسبة لي شدتني في المشروع بتاعك لان انا عارف ان الاكاديمية ممكن في مناطق البسيطة ما تبقاش مربحة ما تبقاش فالقصة دي الاول بدأت معاك ازاي يعني سريعا كده عايز اعدي عليها يعني بس بس اه وانا بلعب انا بلعب في نادي الزمالك من نشيئين نادي الزمالك وعن ثمان سنين وكنت شاف ان المدربين اه مدربين يعني في ناس محترمة وناس قويسة جدا لكن محظم المدربين بتتعامل بهمجية يعني خد يا تعال يا روح يا ما بزرش بكلم بجد وحنا صغيرين فبقت بقت ميتدايق ايه اللي بيحصل ده ازاي المدرب يعلم الولد كده فانا كان بالنسبة لي وانا صغير كان اول حاجة نفسي ان انا ان انا لما اغيرها 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 ان مفهوم الكورة ان الكورة دي اصلا نصيب فمفهومي انا ان الولاد نفسهم او اللعيبة الصغيرة في السن يتعلموا الشخصية الاول ازاي لو بيكونوا شخصية ازاي ان هما فيه ما بعد الولد ده في الكورة بيجي وقتها يتجوز في وقت من الاوقات هتلاقي فيه ولاد ده مسؤول عن بيت فالمفهوم ان انت لازم تفهمه في الاول خالص ان انت لازم تبقى عندك ثقة في نفسك لازم ان انت في وقت من الاوقات انت تبقى مسؤول عن والدك مسؤول عن والدتك قصة كبيرة كنتش بشوفها اصلا اصلا في الناشئين في الناشئين ان انا عدت خمس سنين في ناشئين ندي زمالك المدربين محترمين جدا جدا لكن بعض المدربين حتى في الاندية التانية ايوه لا ده مدربين كويسين لكن على الناحية السلوكية والاخلاقية ان يعلم ولد دي اخر حاجة ما بيفكروا فيها او حتى يعملوه كويس يعملوه نفسيا كويس ده ما فيش الكلام ده ده صفر المدرب بالنسبة له هو انا رايح ان انا اكسب اكسب بقى ازاي ده بقى بيزعيق بيجتيمة بايه اللي اتأدب مع الولد الكلام ده انا كنت رفضه تماما ومش بتكلم هنا بس على قطاع ناشئين ندي زمالك لا انا بتكلم بصفة عامة في كل المدربين اللي في القطاعات معظمهم ده الفكرة بتاعهموه من هنا بدأت فكرة ان انا اعمل اكاديمية وكانت الاكاديمية بالنسبة لي حلم وكان كان اهمها ان انا ابدأ في المكان اللي انا بدأت فيه فبلاقة داكرور فعلا اه طبعا ولما انا بدأت فبلاقة داكرور كان اول سنة عملتها اول ما روحت قناة الزمالك خدت شاندة فلوس قناة الزمالك من مشام مرتضى منصور كابتان احمد سليمان وكان هدف ان اخد شاندة الفلوس دي اروح اجوز اخواتي انا واحد على ست بنات وقلت ان انا لازم كان فيه والد اللي ارحمه اتوفى وانا عندي 12 سنة وكان هدف ان انا ازاي اجيب فلوس عشان خاطر الخمس بنات دول اللي هم موجودين الاخيرة دي الخلوط دي صغيرة والخمسة دول يتجاوز وكنت اقيل ان انا ايه مش هتجاوز ولا هاخطب ايه لما ايه اخلص القصة دي اخلص القصة دي دي مسؤولية مسؤولية بنت لازين مسؤولية كبيرة يعني مساء الله فكانت الهدف من انا اخد الفلوس دي اخلص الموضوع ده واعمل مكان خاص بيا لتطوير وان انا اطلع جيل يكون سلوكيا اهم حاجة يكون بدنيا ويكون فنيا دي بتيجي اخر حاجة لاني خليناهم كم اتفين اني مشكلة الاولى تطلع لعبة كرة ومشكلة لعبة جمد الصغيرين هيبقوا كبار لعبة كرة يعني بالعكس طبعا فانا بقى بالنسبالي معظم الاكاديميات اللي موجودة فيه نسب كويسة انت عندك اكاديمية ما شاء الله عليها من افضل الاكاديميات اللي في مصر وفيه اكاديميات تانية للأسف اكاديميات انا مش عايز اقول لك ان هي اكاديميات استثمارية اكاديميات سيئة سيئة بكلم بجد تلاقي المدرب كل هم وياخد الفلوس اخر الشهر بالزبط ودي حاجة بالنسبالي انت من حقك تاخد فلوس اخر الشهر انت بتكتهد مع الولد لكن الاهم بالنسبال اللي انت تفيده مش ان انت تيجي في وقت من الوقات كولية امر ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل بتقابلنا انا شخصيا ان اللي وليه الامر عايز يخلي ابنه لعيب كرة بالعافية عايز يخلي محمد صلاح بالعافية لا يا حبيبي هتخليه زي لعيب كرة يا عافية لعيب الكرة ده محتاج زمان كان فيه موهبك وتتقدر تقول ايه العيب ده مهوب ولا لا انت دلوقتي تقدر ان انت تشتغل عليه تقدر بالتزامه تقدر بالارادة اللي عندي الولد تقدر ان انت باكله لو كان كويس لو نام بدري لو مسيكشن موبايل كتير تقدر ان هو استيعابه كويس في التمرير لو مع مدرب شاطر يقدر الولد اتطور ودي على ايه ده انا شفت الكلام ده ان ولد مستوى 30% مع التدريب في الاكاديمية يقدر يوصل لمرحلة كويسة جدا ودي انا شفتها لكن تبقى ولد ما عندوش اي حاجة خالص ولا عندو استيعاب وعاست خليه العيب كورة انت يا عم انت راجل ايه عم انت دماغك تعبانا انا في بعض من اقول له امور بمشيهم انت هتطلعوا ليه العيب كورة انا مش فهم يعني لعبوا لعبوا لعبة اللعبوا لعبة فردية وبعدين لما بيجي ولد بيبقى عنده مشكلة عبدالحمن في فن التعامل الولد اصلا انطوائي ولد كده خريب كده تحس ان هو خريب اه فانا بقى تفهم وليه الامر لازم نخش لما انا مقتنع ان الولد اجتماعيا لازم يلعب لعبك معي اجتماعيا بيتحول هو يمكن الناس مش بتهتم يعني او مش بتهتم هو جايين هم مترجطين حاجة معينة وانا معاك فعلا النساعات او وليه الامر يقول لك طب انا معاك من جنيل لمليون اعمل ايه علشان يطلع لعبة كورة او بيقول لك بما معناه كده يعني اللي هو يقول لك طب فيش مشكلة طب احنا انا مستعد ادفع برايفت لا هو انت ابنك مش فكرة برايفت ابنك بعيد خالص انت عشان انت محترم ابنك ابعد من كده وانا الحمد لله محترم فبي نواجب نقول الصراحة غيرنا بيعمل وبيزعل وبيزعله مي اللي بيزعل اه وليه الامر لا مايزعل اه انا في مرة يعني يعني على ذكر القصة دي في مرة مش قادر انساه لانا كان في ولد بيجي مع جدته وجدته قالتلي لازم يبقى محمد صراحة الولد ده هيبقى قلت لها بص يا هو مش هيبقى محمد صراحة وزعلت وحسيت وقتها ان انا قسرت بخطرها بس قلت هي هتزعل وبعد يومين وبعد يومين ان شاء الله هتتعافى من الزعل بس هتبقى على اقل سمعت اللي ما فوت تسمعه بس هي حاجة صعبة جدا التعامل معها بيبقى صعبة جدا بص الوضوح بالصراحة اوقات كارة جدا بتزعل الناس كتير وده وضع طبيعي جدا وضع طبيعي لكن انت دي مسئولية دايما انا ببقى شايف تخلف ضميرك علشان كده طبعا وبالنسبة لي الحمد لله فضل الله انا بيجي لي عروض لسه من قريب جالي في نادي كبير في الدورة الممتاز امسك ريس كتاعنا شين انا رفضت لانا بالنسبة لي عامل مشروع خاص بي انا عندي مدربين مسئولية مسئولين مننا عندي ولاد مسئولين مننا فبالتالي لو انا رحت مسكت رئيس كتاع هديله كل وقتي ايه اذا اننا هأثر في المكان اللي انا تعبت فيه فمش اعملها غيري ممكن اشتغل خمس شغلانات في وقت واحد وهو اصلا فشل في كله وهو ده الفرق ما بيني وما بين اي حد فرق من عبد الرحمن وما بين اي حد وهو مركز في حاجة حاجتين مركزهم بيدي وقت ليهم لكن ان انت يا ماشا دي فهلاوة كل دول فهلاوة ده يعني ايه وواحد يبقى شغال هنا وهنا 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 خمس شغلانات بياخد من هنا وين وربنا ما بيروحش ولا دي ولا دي ولا دي وبياخد فلوس وامثال كترة جدا جدا امثال كترة في واحد مستشار في نادي بياخد تلاتين الف وبالليل بيطلع في التلفزيون بياخد خمسين الف وصبح وبيصبح فتح واصل في المغرب فتح اكاديمية ولا اي حاجة ولا بيروح لها جايب مدربين تربية راضية محترامي ليهم يلا عمله اللي انتو عايزينه بمجرد انو باخد ثلاث شغلانات في اليوم تعال بقى يروح يقول لك ما عنديش وقت يقول لك لا انا بس بالتليفون كده بمشي امور يوم ده ناس ناس هم دول المفروض اللي هم الكوادر اللي هي بتدير الكرة في مصر عشان خاطر يفيدوا الاولاد يعني نتحقى لبعض يعني تشتغل خمس شغلانات فبالتالي لازم ان انت مركز في حاجة تشتغل بيها تديها ضمير اهو ده الحمد لله انه بعمله في اكاديمية يعني عندي اللي والده متوفي بيتفع خصم 50% واهوقت ما بيتفعش اللي والده والدته متوفي تخيل ان انا عندي 36 واحد ابوهم وموهم متوفين في الاكاديمية عندي ما يدفعش ولا فلوس ابوهم وموهم الاثنين متوفين 36 واحد اكاديمية رحمة دودر كلها في اكاديمية ستة وتلاتين واحد ابوهم واموهم متوافين انا اللي متبنيهم. ايه. وبحبهم جدا جدا. فاللي حافظه الكريم مجانا. خمس سنين مجانا. انا اللي بروح اسمع له. ايه. 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 انت كده انت النهاردة بتنشأ جيل جيل كويس. انت القصة بقى دي يعني واضح ان انت اه هي امترجتها من زمان يعني. وطبع. اللي هو لا انا عايز اعمل حاجة مختلفة. بالزبط. وهو ده اللي. والله احييك والله. والله عبدالرحمن بص. انا اتكلم معك القصة دي ممكن محدش كتير. لان انا في مجال الاكاديميات ولامس. ان انت اكاديمياتك مختلف. انا بقول لك. الحمد لله ربنا خليك ده 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 من منزوك. اه. واتمنى كمان ان انا يعني دايما احافظ على الاولاد لنا دايما ببقى شاف ان هم مسئولية بالنسبالي. اه. يا رب اللي جاي يكون كله خير يا رب بازن الله. اه. وحطة الاسم القائد دي دي حاجة يعني تطلعت بالصدفة في الاكاديميات. انا مش بالصدفة. انت انت. انا قائد من وانا صغير. ايوه. اهو بقى ده. ده اللي انا بسأل فيه فعلا والله. ان جاية منين دي. جاية منين اقولك انا. اه. جاية دايما انا اه التعليم ده جزء. جزء. جزء مهم جدا. اه. لكن انا شايف ان مواقف الحياة اكتر من التعليم تفيد البنائي ده. انا اللي علمني مواقف الحياة. مواقف الحياة والدي توفى وانا عندي اتناشر سنة. وحيدة على ست بنات. شلت مسئولية بدري. حلو. فبقيت بفكر كل الفكر ان انا ازاي افيد والديتي ربنا يخليها لي. واخوتي البنات. فبتديت ان انا احتك بال بال بالمجتمع. وانا صغير. الاتناشر سنة دلوقتي اه. يا بابي انا عايز موبايل بخمسين الف جنيه. يا مامي انا عايز اروح الساحل. الاتناشر سنة. فطبعا انا بالنسبة لي الولد ده مفعش يبقى مدلع. اه. الولد ده فيه وقت اه. وقت الترفيه. لكن مش طول الوقت. الولد ده المفروض يكون هو اللي هيشيل مسئولية. اه. والده المفروض هيشيل مسئولية. والدته المفروض ان هو هيشيل مسئولية بيت. انت فاهمني? فانا شخص جد اوي. انا صغير شخص جد اه بحب اهزر وضحك يعني مش اافش. لكن في وقت من الوقات بداي لما ايه اطفال او ايه واحد مثلا. اه بحكلمك في الحلقة يعني. اه. يقول لك ايه اصلي كانت نفسيته تعبانة اه لما معرفش ايه فنفسيته تعبانة ايه? واحد ولا واحد بياخد عشرين مليون في السنة وخمساشر مليون في السنة ونفسيته تعبانة. احنا نهزر ولا ايه? لا ينفع ينفع. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. مش حزبة مادية اهي. لا مش حزبة مادية وحزبة معنوية وحزبة نفسية المفروض ان يبقى الواحد الشخص الراجل يبقى قادر على تخطي اي صعاب معاك بس ما فيش مالع ان انت تكون مثلا بتاخد عشرين مليون جنيه وبتتظلم من جانب تاني انت مقدر جدا مديا وبتتظلم من جانب تاني ما اثر عليك نفسيا عادي يعني خلينا لا 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 مش حنين انا بالنسبالي انا ممكن اعيط لوحدي عادي ممكن انا احمد دهودر اعود اباز علم من حاجة اعود اعود وداي وزعل بديو بنفسه بس لازم اواجه وده الصح لكن فكرة ان احنا قراءة عام نقول ان فيه ظلم وفيه كذا طبعا فيه ظلم طبعا فيه ظلم بتأذى لكن انت كبنى ادم لازم توضح للمرأي العام ان فيه ازمات هتمر بيها لازم تعديها ما تنفعش ان انت توصل لازمة تتأثر نفسين يحصل لك حاجة ولا احنا المفروض نقول ان اي ازمة لأي شخص لازم تمر بيها ايه سكت ليه اي ازمة لأي شخص لازم تمر بيها اه طبعا لازم تعديها لازم تمر منها يعني طبعا ايو اي انت هتمر بيها كده كده انت هازك تتخطاها لازم تتخطاها لازم انت تمر بيها وتتخطاها ماشي فانا بالنسبة لي احنا وقفين عند مشكلة كبيرة جدا جدا النهاردة مثلا احمد رفعت الله يرحمه اتوفر طبعا دي عمار بيادي الله اتحاد الكرة عامل ايه لأحمد رفعت دلوقتي اه عامل له ايه لا اهو بعد ما يتوفى يعني مش فرق كتير عامل ايه اه طيب انا دلوقتي توفيت اه بعد الشرط ما انا بقول لك يعني انا توفيت اول عيب كرة توفى ماشي اتفهمي ايه المفروض ان انا راجل مسلت منطخب مصر ومثلتها اندية تصدك يعني يخلدوا الذكرى وكده حاجات دي يعني حاجات دي انت بتخلق مناخ محترم جوه اني حردية في مصر يعني الناس القديمة انت عارف ان فيه ناس قديمة لعيبة كرة قدام بيتصلوا بيا عشان عايزين فلوس عارف عارف يعني عارف الناس بتمر بظروف صعبة مع انهمها كانوا نجوم طيب انا النهاردة بلوم على اللعيب ده انت زي ما استفدتش وانت بتلعب من الفترة اللي انت كنت تجي واقف فيها على رجل احمد ده زي ما دلوقتي فيه لعيبة معاها فلوس تروح تصهر ومعاها فلوس وتجيب احسن عربيات وتيجي تعيط بعد خمس سنين ديولد لك ايه لليت اللي جرى مكان هيشحته انت فهم وجد نظري ولعيبة كتير عشان كده انا ما بحبش هتعطف مع لعيب الكرة لعيب الكرة ده بيأزي نفسه بيأزي نفسه اسمع مين نانا لعيب الكرة فيه لعيبة كرة محترمة وناس محترمة جدا 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 لكن فيه لعيبة ومعظمهم ما يعرفوش قيمة الحاجة لما غير لما تبعد عنهم نقول لك نماردة يعني ده نماردة ونسوان وصهر وعربيات والله باتكلم بجد والله العظيم ويجي في الاخر يقول لك ايه ده انا مظلوم ما فيش شغلانة في النادي طب ما فيش ايه طب ما انت حبيب ما كانت متماسك فيها ممسكتش فيها ليه وربنا ما يديك نعمة ممسكتش فيها ليه فإحنا بنتحك على الناس وبنشتغل نفسنا ما هو الصح صح والغلط غلط النهاردة اللي تبقى انت مسؤول المفروض الطبيعي ايه اللي يحصل ققدارة شكرا جدا احنا عندنا مشكلة في الادارة قل ايه اللي مفروض يحصل المفروض اللي يحصل طبيعي جدا يبقى كل نياد يحاضط لوايح اللعيب ده انا لازم ان انا اتابع هو بيعملي برا البيت ما ينفعش ان انا واحد زي احمد فتوح ناس ناس بتتكلم عليه واتنقلت في موضوع تاني خالص احمد فتوح من الناس اللي بحبها جدا ايه ولعيب جامد جدا تختلف ان هو لعيب جامد لا لا علمي جامد لكن هو من ثلاث سنين بيصهر حد قال له ما تصهرش اه اه قالوله قالوله ما تصهرش لكن عقبوه السيطرة على لعيب الكورة صعبис يعني السيطرة على لعيب الكورة يعني يعني انا اديك عقد هو هل انى النهاردة كنت ووكيل لعيبة وこんت حاجات اترومت علي ان انا سبب فيها والان مش سبب يعني ما علنه يعني بس اللي عايز اقوله ان السيطرة على لعيب الكرة انت احيانا بدون سامي بيبقى عندك لعيبة انت بتحاول معي بكل الطرق وليه انا ما كنت في اتحاد الشرطة عدت ثمان سنين كابتن الفريق كانت السيطرة على لعيبة سهلة جدا. لا مش سهلة. يا سيدي كان معي الجيل كويس. ليه لما رحنا الزمالك الفين واربعتاشر. اه. كان الجيل كله الجيل كله كان كله الناس كلها محترمة جدا وكنا رجالة وكانت الامور كويسة. وده لعيب بيصهر يعني? ده لما كان بيصهر ده كنت ممتسبوش. تعال يا حبيبي. بتصهر ليه? عندنا مطش بعد بكرة. وهو ده دور اللعيبة الكبيرة اللي في الملعب. وده دور مجلس الادارة. يا ريت هي سهلة كده. انا بقولك سهلة. ما هو اللعيب النهاردة لو بيصهر مرة واتنين وتلاتة. احنا كالعيبة هنقبل بحاجة زي كده? ما ما ينفعش طبعا. اذا انت 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 تقول ده غلط وده صح. لكن فين العقاب? هو هو النهاردة يعني النادي الاهلي مثلا نفسه آآ في اوقات كان بيخسم للعيبة بسبب مش حاجات زي كده. وبيخسم وارقام وبيخسم والمرة اللي بعدها بيخسم اكتر. واللعيبة بتستمر في ده. انا انا اجيب يا سامي عشان مش هات حاسستي. انا انا بكلمك يا سامي انت عارفها كلها مشهورة جدا. طب. هل النادي الاهل النادي المبادئ والقيم لما لعيب يصهر او لعيب يشتم مش المفروض ان هو يعقبه. بيعقبه? حلو. بيعقبه ماديا اه. انا بيوقفه. ماديا. لأ انا بقى لو في مجلس اقدر هوقفه. ما انت ما هتوقفه هتدعوه تدي له مرتبه. هدي له مرتبه ايه? ده لعب خالف نظام المكان نفسه. لعيب الكرة ده عبر احمن لازم ان هو قدامه خمساشر سنة يتعف فيهم اوي يلتزم اوي يركز في النادي اللي هو فيه. ولهو بعد كده بعد ما يبطل كرة عايز يعمل اي حاجة. على فكرة اوعى تتخيل انا انا ضد كلامك انا مش ضد كلامك. انا كل اللي بقوله ان تنفيذ ده مش بالسهولة دي انت بتقول لي ايه اه اللي بيصهر ما نسيبوش. اللي النهاردة انت سافرت برا صح? اكيد. اللي بتيجي عند اشارة المرور وبتوقف? لا عشان في قانون بيتطبق. بس خلاص احنا عندنا القانون ممكن في الكورة انا بكلم في الكورة ماليش دعو باللي بيحصل. في الكورة في قانون بيتطبق على لاعب. ولاعب تاني لأ. ممكن نخسم اللاعب كزا وممكن نخسم ومخسمش من ده. مم. فاذا الادارات عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا. جدا. نهاردة لما لعب بيصهر. ويروح يصهر بالليل ويروح يسكر ويروح معرفش ايه. وتلاقي ايه? جاب جن المطش اللي بعده. والجمهور قوله هايل هايل وما شايفينه هو سهران. وهو سهران. هل انتو صح يعني يا جمهور? انه لولد الصغير. انه ما فيش مشاكل. انه ما فيش مشاكل. اروح يبيه بيصهر. اه. علشان كده تيجي بعد عشرين تلاتين هتلاقي كله اعبة عادي ممكن اتناول ابق على ايه يا صاحبي في الكبرية ايه يا صاحبي او الو existe ايه يا صاحبي عندنا مطش بعد بكرة. اهو والله بكلم لقدة. وعنده مطش بعد بكرة. عادي. هتلاقل لك ما هو كويس في المطش. انا انا لايه الملعب. انا لايه الملعب. ملعب ايه? والله روح ازهر بس تعالي الملعب تبقى كويس. ده فيه ناس تقول لك كده. ايه. طبعا. روح ازهر حبيبي وبراحتك خالص وتعالي على الملعب تبقى كويس. انت بالنسبة لك لأ. طبعا لأ. ازاي? حتى لو في الملعب كويس. طبعا انت نهاردة لعيب الكرة ده قدوة للولاد الصغيرة. قدوة للجمهور اللي بيشجعوا. انت انت بتتكلم في يعني مسلا فيه فين ليه اصحابه احنا شفنا فلان الفلاني بيسهر. بالزبط. وهما فرحانين. اه. 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 راح قال له ايه فيديو يعني ما شفته يعني. راح قال له ايه انا بحبك حلو اول جون اللي انت اجيبته. شو الله بازن الله ما دش اللي بعد تجيب جوه. ده الجمهور. ماشي الجمهور ده ماشي تلوم عليه. جمهور هو يحلق. ماشي ما هو ده فين بقى? الادارة فين? الادارة نفسه فين? بس ده شغلها الادارة. والجمهور غلط. يعني انا شوف برضو لاعب بيسهر. وبيسكر. وروح اقول له ايه ايه وهيه ويقعد يرقصه مع بعض. ما برضه يا عبد الرحمن. غلط. احنا بنعمل حاجات غلط. غلط. هتقول لي اوروبا بيعملوا. لا لا لا. ما ليس اوروبا بالكلام ده. الفكرة بتاع اوروبا دول بيسهروا في وقت في وقت بعد ما يخلصوا الموسم. اه. ويخلصوا التارجد بتاعهم. ويخلصوا كل حاجات ما بيعملوا. بعد كده بروح. حتى الحاجات دي. وغلط. لها عاجة. الجمهور ابسط من كده. يعني. اه ابسط منك. الجمهور ده. اه بعض من الجمهور انت عارف انا صفحتي فيها مليون وسبعمائة. تمام. من سن اه من سن طمانتاشر سنة لخمسة وعشرين سنة. سبعمائة الف ولا تمنمائة الف. ايه. انا ممكن احركوا. ممكن لهم روحوا يمين وروحوا شمال. اه لا اه طبعا الصح صح. الصح صح. الصح ان العيب الكورة لازم يحافظ على صحته. لان الصحاته ديت هي ماله. العيب الكورة المفروض ان هو يروح تمرينه قبل معاده بساعتين تلاتة. عشان خاطر. النهار ده العيب الكورة بينزل التمرين بملته. ويشرب واحدة بيبس. او واحدة كولا. وينزل الملعب. انا كان انا مكنت موجود حتى كان حد يقدر يعمل كده. كنت هاجري وراه. ليه? انت بتعمل ايه? غلط. ده في الشرطة ولا في الزمالك? في الاتنين. في الاتنين ازاي? كنت جامد كده في الزمالك? مش جامد بمعنى ما انا مش جامد برضو اخد بارك الجامدان ده مش مش جامدان وخلاص. بس على الاقل بيبقى. تكلم في الصحة. تكلم في الصحة. انا اسمش اتكلم غير في الصحة. ليه? لان انا بالنسبالي هتكلم في غلط ليه? انا هتكلم في الصحة من التمرين. حقك تاكل بعد بعد بس تنزل بمولته وتنزل ببيبسي وتنزل بكوكولة وهتنزل تتمرن. ده ايه ده? وتنزل بواحد كابل كش يبسي بشطة ولمونه نازل التمريد. يا جماعة ازاي? ففي حاجات برضو غلط. غلط. شفت الكلام ده فين اللي هو نازل بمولته ونازل ده شفته فين? يعني في كل الاندية ولا الاندية معاناة? لا في الزمالك مسلا في الاول كان فيه. لكن بعد كده لا الامور بقت اه. زبطت. اه زبطت جدا. جدا. لعبي النادي زمالك ده من الرجل اللعيبة اللي انا عرفته. الجيل اللي هو بتاعكم. جدا جيل محترم ولعيبة رجالة وكان كل واحد ليه اسم. والاسم ده يعني احترم زميلي واننا احنا نقعد في قطة واحدة. ما نجدع بمدرب ما نجدع برئيس نادي احنا كنا هدفنا في الاخر ان احنا نعمل حجل نفسنا الاول بعد كده نعمل حجل. لجمهور نادي الزمالك. والحمد لله كان الجيل ده جيل جيل عظيم يعني. طيب انت بتقول لي بدأت اه في نادي الزمالك يعني اه في ناشئين انت قلتلي كده لسه من شوية. بدأت في ناشئين زمالك. ما عرفش المعلومة دي بالمنازبة يعني. لا اه والله. ايه القصة دي بقى? لا حادي رحت من ناشئين اه اه وروحت النادي الزمالك و وعدت معاهم خمسين ناس قمة في الاحترام وبعدها مشيت من اه من نادي الزمالك كان المدرب ساعتها الكابتن حسن باصر واحد من الناس اللي انا بحبها جدا 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 جدا. وكان في وقتها اه اه عطا عيط وزعلان ومداي. يعني مشيت اللي هو مشوك يعني. اه مشيت وبعدها والدي توفى فاقيه تأسرت شوية وزعلته. سنة كبيسة دي. اه سنة صعبة جدا بس انا كنت ايه يعني ايه اه بالنسبة لي اه عايز اعديها عايز اعمل اي حاجة اتعدي. وباللهوك ازاي ان انت مشيت? اه دي انا صغير. اه دي احنا. واخر السنة? اه اخر السنة احنا مش عايزينك وانت جسمك ضعيف. اه وحاجات زي كده. ودلو مفيش مشكلة وبكرة لو انت لعيب كويس اه نادي الزمالك اشترك بمليون جنيه وكانت ساعة تبقى ايه تروع علي. اه والله. بعد كده اه بعد مشيت من الزمالك اه كان الكابتن احمد حسني في اتحاد الشرطة اه اخو اكرم حسني. اه. اه كان لسه اتحاد الشرطة بيتعامل جديد وكان معزم اتحاد الشرطة ده زمالكوية فقالك ايه ناخد الايه? اللعبة اللي مشت من الزمالك اه بالزبط ايه. اه. وروح هناك وربنا كرمني وكان مدربين اللي موجودين هناك سواء كابتن عمد حسني واشرف محمدين كابتن شوالك كابتن هنا عباد ناس كتير مش عايز ان ساعد. كل المدربين اللي مرانوين مدربين اه محترمين جدا. اكو ساعد فكرنا كان معي في السنة دي اتساعد سامير. وكنا بنجيب يعني في وقت ملوقع كنا بنكل عيش من الزبالة. فالكلام بيجد. يعني ايه مش فاهم. اه احنا في النادي في اتحاد الشرطة كانش بناخد اكل. كانش في اكل. اه. في ناشئين. فكنا اه 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 مكناش فيش اكل. كان الفرير اول كان انت الناس اللعبة الكبيرة كان لما بيخلصوا الاكل بيدون الاكل. الباقي يعني. الباقي اوه. فانا بالنسبة لي ما كنتش بااكد الباقي. كنتش باحب. اه. كنت تعمل ايه? كنت جعني ما عدت فترة كده تلاتة ياما اقول لا انا مش هايقول انا ايه اللي بيحصل ده و ايه معرفش ايه. فبتضطر تاكل في اخر حاجة. طب هتعمل ايه طيب. الباقي. اه ما هتعمل ايه طيب. هتعمل ايه. كان مدين الدنيا يعني. مش مدين انت قاعد في 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 نادي. اه الامور اه. ساكن هناك. ساكن في النادي في اصطرحة النادي. تعطي الشرطة. والله. اه طبعا. وكان معنا الساعة دي كان بيلا بلعب قوة. يعني النادي مسكنك ومش بيأكلك. اه. 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 كانش بيأكلك. ومفيش بقى. كان بيبقى ايه مسلا كمان هاني عبادة. مش مش مور. سياد اللي هو هاني عبادة كان يجيب لنا جبنة نسطن. وجبنة مربة. واللي هي المربة دي. اه. اللي هي الصغيرة دي. وبيضة مسلوقة. لليوم. لليوم. طب البيضة الفطار والجبنة الغدأ والمربة العش. اليوم كله بقى. السمع بقى. اليوم كله. اه والله ما اتكلم من انت. اليوم كله. لدرجة ان ايه بنيجي مسلا بالليل جعنيه. مش قادرين. انت فهمها ناصد ايه. فاللي انا عايز اقول. ومفيش مساحة بقى مادية ان ان انت مسلا تجيب او كده. اه المساحة مادية لأ. المساحة مادية. كانت الامور كويسة. مسلا كنت تنقول ايه. طب واخوتي وروحين مدرسة. يعني مفيش ارياحية يعني. لا مفيش ارياحية طب. مفيش ارياحية. فدي مش ازمة. لا ازمة طب. هموت يعني. ولا اعمل اقصى حاجة عندي عشان خاطر اعدل اللي انا فيه ده واختخطى اللي انا فيه ده. اه طبعا. تخطى برضو. وات جدع وانا بحبه جد. اه. ولعيب راجل ولعيب كواس جد. عشان كده ربنا قرمه. اه. اصغر منك هو. اصغر مني. اصغر معاي. اوكي. كان ماشاء الله جسمه. ماشاء الله ووالده. كل اخوات وناس محترمة جدا وناس ولاد اصل يعني. امتى بدأت بقى تديك ملامح ان الكرة هتديك. اه لا ما اديتنيش. خلص? لا. مشيت من جد احد الشرطة اللي عبت في نشيب ما تكسر الدنيا كان الكابتنا على لعب عالد. وبرك انا كل مدرسة بحبوه. اه. معادة واحدة اقول لك عليه في اخر الحلقة. ماشي. احاول اللي هو تخليكم بقى عادة ام تتفرر وغاية ده ليه قصة معي الكسس كتير معي. ماشي. فالكابتن اه على لعب عال اه ما كانش مقتنع بيه. او ايه مش ما كانش مقتنع بيه. كان بيبعي زي رجالته يعني لو ايه. انا مش من رجالته يعني. ايه. واحد من الناس اللي بحبها جدا يعني. جدا وقابلنا بعد كده. جميل يعني. فعمل ايه بقى? اه فقال لك نشيين اتحاد الشرطة كنت انا بقى ايه? انا اللي بجيب يجوان بس. النادي كله عبارة انا احمد دوضة. تلعب نص ملعب? تلعب نص ملعب بقى. مم. وكنت باخد اكريم الجل الجون. وانا كان من صغري قلت اجيب سفيه كان الله يرحمه كان آآ ابو خالد فهمي ده حاجة جميلة جدا عمو فهمي. رجل محترم جدا الله يرحمه. كان بيجيبني بالعربية من عندي مسلقين بلاء. لحد النادي في الدراسة في اتحاد الشرطة. تمام. فقلت له عمو ايه? عايزين نعمل ايه? نجيب فيديو بتاع فيديو. ونصور المنشاط. ونصور بقى الشريط والفاع. وروح انا بقى يقطع بقى. حلم ده كان حلم ده زبان. اه. قال لي. طب والفلوس بتاعته ده يا عمو انت ما كنت قدر ومشاء الله عليك هجيب انت عشان خالد. خالد برضو ايه? اتصور وانا اتصور. كده. اه خدني معك كده اه اه اه. فقداني نعمل ايه? اه ملخصات. ملخصات وبتاع. وعملت ملخص ستناشر اكلها جوان. وكان الكابتن هندي ربنا يشفيه وعفية رب. اه وديته السلهادة دي. وقال لي انه السلهادة دي توديك يا ابنة دي الاهلي. اوكي. فخلصنا اتحاد الشرطة فالكابتن اتحاد الشرطة صعد. ام. فالكابتن دي عب صمد موجود اه واحد من الشخصات الجميلة. بجميلة جدا. ام ام ام. كان موجود معاه في الاكاديمية امتى من حوالي اسبوعين او ثلاثة. ام ام ام. فروحت قلت له قلت له الكابتون على عبال مش مش عايز اه ده مش عايز وبتاع فاضطرتي اروح البيت عندي واحد صاحب اسمه محمود صلى الله احمد فتح محل موبايلات ما شاء الله هو احسن محل موبايلات في مصر دلوقتي فبقى فورتنا شوف لي بقى في كشير اعباق على كشير بطلت بطلت خلاص فجالي هندي ده قال انا وديتي السداية مين للادي الاسماعيلي المدرب هناك فاحنا عندنا ايه كانت الاول في المنطقة بتاع تشانها نية بتاع بولادي كانت زراعة فورت لأ ده انا اراع بعد بكرة ده انا هاجري من هنا مسافة مسلا ايه عشرة كيلو كده اه بقيت بقري بقري عارف انت مرة اتقدم اتقدم بقيت بقى عندي بقى بتجهز نفسك واه ما فهاش ايه ده فهمني انا انا ازاي انا عقود انا في البيت طيب ما انا عايز اعمل اي حاجة روحت الاسماعيلي اه وروحت اسماعالية نزلوني مبرده حاجات غريبة جدا يعني انا روح اسماعالية انزل خمس دقيقة الكرة مجتليش على ملعب حداش مجتليش اصلا واقوليلي شكرا اه يعني بيفتحوا الاختبارات برضو حاجات برضو مدايقات بيروحوا الاختبارات والولاد ملمسوا كورو لك الولاد جريته غلط بيجرى غلط بصوا بيجرى غلط ازاي عفكرة انا روحت نادي اسمه لادي الشمس لادي الشمس اه مدير مدير الفني بتاع نادي قال لي انت بتجرى غلط اسم كبير بيحلل دلوقتي فروحت اقول له بعد ما ربنا كرم دي بقول له انا كده قال لي لا يا اخي معاولة اكيد اكيد انا كنت بخاني مع مراتي اكيد كان في حاجة غلط دمه خفيف اوس اه 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 قال لي اكيد في حاجة غلط اكيد انا كنت يعني فيها حاجة لابس ندارة قلت له والله قلت له انت فهمني فقلت له تب انت حتى ما شافنيش انت فاهم فجي بعدها ايه اه كابتل منرأة كيلو كابتل محمد ابراهيم ده حاجة كده رحت الاسماعيلي خمس دقائق قال لك شكر اه اه وبعد كده ايه السدهاية دي بقى ايه لفظ مصر كلها حلو اوي نشيت اه وروحت للتحدي السكندري مشيت ماشي خليك معاني بس لمست الكرة هناك ولا ملمستش برضه اه لا انا كنت وحش في اليوم ده انا كنت وحش كان مشوار وتعب ماشي وتعب كنت تعبان جدا في اليوم ده وحتى رجعت وكنت زعلان اه وعمال عاية قال لها هي خلاص بقى انا بس مش هسيبها مش هسيبها اه اه رحت امبي الناس قالولي ايه اه اه تمام اه تمام وانت العيب كويس وبتاع حمدت ربنا الحمد لله ببص لقيت ايه دعوة فجر بقى من امي ربنا خلال يا رب لقيت اه كابتن هندي بيتكلمني بيقولي ده كابتن طلعت يوسف جاي بعد نص ساعة يمضي العقد في التحاد الشرطة والكابتن عبدالاع عبدالعال مشي هيروح نادي الداخلية كان داخلية ده بي حاول اه 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 ساعدو والكابتو طلع الجيه وانا هوري له الايه الفاكر السدهاي ده خب بالك معاية كنت نفسها بجابه لك بعدة ده لازين ده لازين ده لازين ده لازين ده ده تشوف احمد دو ده ده حاجة تانية قال المهم اي جي كابتن من او كلاي قالوا لا دي احنا طلعين معسكر في اسكندرية وعايزين الولد ده انت فاهمني طبعا انا ايه ايه شفت العشرة كده دول جرتهم تاني رايح جاي رايح جاي رايح خلاص والكلب يجري وراي وانا برضو بجري والمصحب قولت في مكرباصات كده ايه في ايه وانا رايح هم رايحين ايه رايحين جايين ومشفوك عمليني شفوك انا بجري اه رات ايه ايه جي كابتن طلعت يوسف ايه شافني في المعسكر راح قعد معي قال لي كابتن يوسف ده حاجة كده من الناس في مقام والدي يعني اه وفيش حد في زي والدي بس يعني لا لا هو كابتن طلعت انا بقول لك هو لا من من انضف الناس في الوسط الرياضي بصراحة اه تعمل معاك واحد زاعد واحد يسوي اتنين بجد يعني بس ايه لعبتت الكرة ايه بتزعل منه يعني معظم لها عبتتت الكرة بتحبش كده انا بحب كده ايه فعدت معا قال لي انت ايه حاجة له بقى ايه الكسة من القلب زي ما بحكي لك كده بالضبط قال لي خبارك عشان انت هيبقى ليك اه رزق معايا بشكل كبير جدا سنت اه اشتغل ويعمل وكزا اتعب وبتاعه اه 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 قلت له ما فيش ايه مش كده خضر فكان بينزل العشاء كنتش باكل يقول لي ايه يروح يقول ده اه تقولش ليه اقول له لأ ما انا بحافظ لأ لازم كزا ولازم كزا ولازم كزا اه اه انت بقى كنت تحافظ بقى اللا هو لا انا لازم اخس وابتاعه ولازم اخس بقى اه 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 فهو بيقول لك لا كل المفيد اه كل اللي فيه ده اه بالضبط اه اه ابتدى بقى يفهمني انزل التمرين اه كان فيه لعيبة جاية من نادي الاهلي كان مش عارف حسن مصطفى اعتقد او فيه مهم فيه لعيبة كبيرة وبتاع دورة ممتازة بتاعنا كنت خش عليهم جامد مش شاف حد والله ما شاهد كنت خش عليهم جامد جدا ايو ما دلوقتي يقول لك ايه السوق في لما انا جيت واحد يقول لك الصغير مخش جامد ايو 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 اي البس بعيد. ما يغيرش معانا. اه اه. وتلاقي العيب كبير وقول ليه العيب صغير ايه? انت ليه ريحتك وحشة كده روح. اقسم بالله زي بقول لك كده. ده من المفهوم ان انا العيب كبير. اه. فده العيب صغية. عقليات مش تعبان. عقليات محتاجة قطر يدوسها. اه والله. عقليات غريبت الشكلة. طيب والصغير ده ما هيطبر. المفروض انت تعلمه. عفكرة في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. اه. مش كده. لما بركات كان موجود وابوتريكا كان موجود. كل اللعابة صغيرة قالتلي دخلنا وسط الناس دي بمنتهى السهولة. جدع. اه. لاني دايما الكبير بيكبر الصغات ده بيخليك به. هو اللي بيسهل عليها حياته. بالزبط. اه. فان مهم. ايوا. جيكابتل تطلعت يوسفي. اه. خسرنا اول خمس ماطشات. احكي لك موقف اول مرة احكيه. حلو. ما هيك كده سليم? اه. اول خمس ماطشات خسرنا. ايوا. احنا كده عفت تحت الشرطة. فانا لسه ما لقيت بشغلات دلوقتي. فرجعنا رحيني التمرين. في العباسية. خلصنا التمرين. كابتل طلعت هيمشي. اللعابة طلعت لقات العربيات كلها. في كزا وانش جي خد العربيات وايه? ومشي. ومشي. كان وزير الداخلية. مش عاجبه النتائج. ايه المصاريف دي? ايه الفلوس دي? رح واخد العربيات. طب انا اللي ما اديكم الفلوس. رح واخد العربيات وايه? اه. قال لهم تكسبوا خمس ماطشات ورجع ايه? العربيات لكل العب. اكسب بلهم ماطشات. قصة دي عادي. اه والله انا عادي ما تلاقش. فطلع العربيات اتشارت مع انتها. اللعابة بتدلع. ايوا. ايوا. ومتا كانت اخد فلوس بس. اه. فراع الكابتل تلع عاطف كان هيمشي. اخر ماطشي ليه حراس الحدود. اه. كان حراس حدث متهالف اسكندرية. كان فرقة جامدة جدا. وجي كابتل ان طلعت ايه? اه. كان هيمشي خلاص. قال لي انت ايه? هتلعب. طوله انا جاهز. قال لي اخد بلاك بس انتها تلعب مدافعة. طوله مدافعة مدافعة لو حاستوا قفت نجون هواقف جون. اه. اه. فالمهم كسبنا كان اول ماطشي بقى. كسبنا بعد كده لعبنا طلع على الجيش. بعد كده لعبنا الاهلي كان لسه راجع من اليابان. اه. والاهلي بقى راجع من اليمان ايه باركاته ابوتريكا وفلافيو. اه. ومحمد شاوي وحسن مصطفى. كان كانوا جامدين جدا. جدا جدا. جدا. وكانوا جامدين جدا. وكابتل عاطف جيه اه اه في كان عبدالله ماطشو في الاجتماع. قال لي انت هتمسك ابوتريكا من تومان. طوله امسكو. فالعيب انا حببصة كده لو ايه? انت اغتشوطة. طوله ماشي. لا والله. اه. وانت اصغر لعيب في الفرنة. وان اصغر لعيب. طوله ماشي ايه المشكلة? كنت جايب شعر على جنبي كده. اه. دحاح. دحاح. تحت السنة كان بيقول لها خمس لعيبها تحت السنة كنتنا لعيب لده هتستن. ايه. فقالولي ايه انت هتمسك فالكابتون من روح اكلها جالي قال لي انت عارف هتعرف. طوله اه راح بيت وهروح معاه. يا دي فيها. ده اهم مطش في حياتي. اهلي بقى ما كان ساعيت ايه المطشة ما بتتزعش غير ايه? غير الاهلي بس. ايه ايه. والزمال. هو التسيط في المطش ده. بالزبط كده. وشايع برحمن القدر ان احنا نكسب واحد صفر. وانا اجيب الجندر بالجزاء. وكانت من هنا بقى ايه? الانطلاق. احنا طالق بقى بعد المطشة ايه الكاميرات. اه. اه اه. وقع ايه جدا عند فيه. وكابتون دو ادار وانت مسكت ابوتريكا انت. اه. لا 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 كان بقيا مشاو الله بقيا كابوتريكا حسن المطش ده متوقف على حياتي كلها. انت بتقول. حياتي واقفة عن المطش ده. انت بززل كده. آه يا رب دان يا كستاذ مكنش الله بإذن الله. فراح ايه عايز ايجري كده مني. بتقول لا مش هزيبك. انت فكر اده يا الله سلاك. فراح لما انا الجزيب انا انا طبعا انا مش هفهم برتغالي. اه. فبتكلم معي ومعارفش ايه. قال لي انت جاي هنا ليه? قلت له عشان اعرف المترجم بيقول ايه? عشان خاطر اعرف انت هتيجي على القريبة ولا على البعيدة ولا فالنصة. قال لي اه اه. بعد بالزبط ربع ساعة لقد خرج. خرج? اه. ربع ساعة مشهود التاني. اه مشهود التاني. اه. فقلت له الحمد لله الحمد لله. راح يقول لي خد بالك انت ربنا هيكرمك. كده. وهو خارج. اه. انا بالنسبل اعمل لحوات البنات بان عمل بقى وقلوا لا. انت مش عقل اصحى بانيات اه. لأ ما انا مش هسيبه. انا عايزة اقوله هستان انت بش متخيل. ماسك الت شيرت وماسك الشورط ماسك كل حقه. ما انا ش هسيبه. انا عسيب مان اجوتريكة مان ده انا مش هسيبه. قلت له في المطش بقى اخوات البنات اه. اه. قلت له المطش ده متوقف على جواز اخواتي ومتوقف على كل حقا بحياتي. اه 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 انا راح اه بعد بعد شلطني راضل بقى ساعة خريت راح يلي ايه. انت ربنا هي كريمك انا فاكر كهاز جدا. بعد بقى معابلته في المنتخب. قال لي قلت له فاكة قال لي فاكر فاكر واول ما قال له احمد دودار في القيمة. ودي انا في المنتخب مصري. اه بنلعب اول مصري مع استراليا كابتاعي زا انشاعاتي. اه. اه ده اول بقى ايه اه زهور داولي. زهور داولي. واول بقى ايه. ما يشوفني. معبلت واه اه اومرت قبل. جميل بقى جميل جميل. واحد من الناس اللي بحبها جدا. اه. واقع بقى يقول لي شفت لما وانا قلت لك وعالفكرة انطلعت قلت الجمعة. قلت له الولد ده لعيب كويس جدا. احمد ده ده يبقى لعيب جامد وهيبقى لعيب كويس. ولعيب كورة ومدافع ولعيب. لقيته بقى ايه? اه. فيهم بقى الدنيا وبتاعه. فالحمد الله من ساعتها بقى ايه? ركبت. بقيت بنى المدلل في وزارة الداخلية كلها. اه. 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 اول اه باز. اتعمل فرحي في الشارع. الشارع كله تقفل. اه. كان ليه? لانا كنت الحمد لله بالنسبة للزباط الشرطة كانوا موجودين في العباساية في كلية الشرطة. اه. اه. فبقيت محبوب في المحبوب في الاهلي. اه. معظم زباط الشرطة زمال كوية. اه. معظم زباط اه. فايه? اه. جيب جنف الاهلي. فايه ده? هو لسه راجع من اليابان. طبعا بقى الاهلي بيروح اليابان. فبيرجع بينكده على الزمال كوية. اه. 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 ما بيروحش ولا يابان ولا حتى الصين. اه. اه. فانا من نسبة لك جيين. والشرطة اللي هو الفريق اللي لسه اول سنة ليه ويكسبكو دي حاجة. اه. كان جيل جامد برضو اول. في الشرطة. اه. 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 طبعا. اه. كان جيل استثنائي. اه. احنا كنا جامدين جدا. جدا. اه. يعني عندنا مش عايز اقول لك اسامي. اه. اسامي جامدة جدا. وابرضو من دمنا حاجات برضو غريبة جدا. كان معانا لعيب. بدون ذكر اسم يعني. كنت باعد معا في الاوضة في الفندق. وطبعا بقى مش استراحة بقى بقى قعد في الفندق. اي اه. خلاص. خدت وضع جميلة. اه. اه. وكان كابتال عدس فقط لا. فيش حد يجي يوم بضوذار ده. ده ابني ده. ده فهمني. حاجة. وحقه بصراحة لان هو اه يعني داك الشرطة الخضرة يعني. بقعت له التحية سواء كابتال عطا اه. 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 كابتال عاني عبادة. وكان محمود بشرف رئيس النائق كل لسه متكلمه من اربعة ايام. اوكي. كلهم ناس محترمة جدا وعدل بفايد. مساعدة زير الامن العام. اوكي. اه. الله يرحمه. فكان بقى ايه. الفكرة كلها بقى فيه في اللعيب ده. ده علمني حاجات كتير اوه. اللعيب ده كان بياخد ستمائة الف جنيه. ام. كان بيخلص التمرين. يجيب كنتاكي او ماك. ويروح رايح على فين? اه. على المهندسين. على المهندسين. اه. او على على الشرع الهرم. عشان خطر ايه? يشوف ايه البت الحلوة عشان خطر اروح معها. ده علمني ده. الشخص ده. طبعا استحاله الاسمه. اه. الشخص ده علمني حاجات كتير اوه. جدا جدا. علمك من السلبيات. من السلبيات. كان معاك نموذج للسلبيات. جدا. وكان بيجي بيجي سهران. وبروح التمرين وانا اقول ايه ده? اوه ازاي? يعني مش نايم. مش نايم. اقول ازاي ده ده ربنا بيدي له نعمة. ده اعلى عقد. ام. اعلى عقد جوه الناس. ازاي ربنا بيديك كده وانت بتعمل كده? وانت انا عمري ما هيبقى زيه. استحالة. انت عم انت اللي بتعمله ده. انت انت فهمه ناصدي. انت ايه اللي بتعمله ده? وبعدها بسنة اخر السنة. ديتوا جاي الاوضة. اه كلموني في نادي ان انت مشيت. طبعا يعني انت مشيت. كنت منتظر ايه يعني حضرتك. وعمل يقول لي ظلم. ايه. 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 وانا كنت احسن واحد بباصي وانا كنت احسن واحد. احسن انت كنت بتيجي مطبق عشان تتمرن تيجي مطبق صحران. انا بقى صغير بقى كوني ان انا على فكرة خدت منه العربية قبل كده اخبطها له. كنت برجع الورا. انا كنت عايز اتعلم السواء. فخدت عربيته. فانا من زكائي بقت برجع الورا. يعني ايه? عايز اتعلم الراكنة. ايه. واصعب حاجة في السواء الراكنة. فانا دماغي جامتني ايه? انا اخش على اصعب حاجة. انا كانت اخبت طوال. بس دفعني الفلوس. يعني الخبطة. دفعني الفلوس قلت لازم ادفعها الصراحة. مم. فده من ضمن الناس اللي علمتني ان ايه. بس خد بالك ساعات. ان الحياة الصحة. اه. طبعا. بس خد بالك ساعات كمان بقى يعني الاسف بالنمازج مسلا اللي زي كده. بتفتن اللعاب الصغير. يعني انت برضه بالنسبة له مسلا ايه? لعاب الصغير بيشوف النجم حياته رايح بيكل. صح. بيكل ايه? بيعاب الوضع. اه كزا كزا فبتبقى تأثيرها مش كل الناس عندها سابات الانفعال اللي هو انا عمري ما هيبقى كده. لا في ناس بيبقى انا نفسي بقى كده. صح. صح. بس مفروض اللعيب الكبير يبقى ايه? قدوة. قدوة هو ده اللي بكلمك فيه. هو مش هيبقى يعني عمرها ما هتحصل ان يبقى كل اللعيبك كبير اخدو مش تحصل. مش عارف حاسس ان ده استحالة لان العقل يبقى تختلف لكن انا كنت ببقى حابب كده حابب ان اللعيب الكبير ده اللعيب الصغير ده. لا ما احنا كلنا حابين. يبقى تيم واحد يبقى فريق واحد يبقى يمر بالنسبة لهم. ده بيجي لصالح النادي نفسه يعني يا فاهمي? عدت كم سنة في الشرطة بقى? عدت ايه لا ده انا عدت كتير. عدت حوالي ست سنين. فريق اول او او. ست سنين اه اه. لا فريق اول ده انا لعيبت وانا عندي تمنتاشر سنة. اه اخر سبعة اشرة سنة. ومشيت وانا عندي ستة وعشرين سنة يبقى كده كيه. يا. لا موضوع كنت طلعت دا وانت عندك كما? تسعة سنين? لا اه وانا عشرين بالزبط. وانت عشرين بالزبط. اه va A8 سنة. MK18 سنة? اه. لا يا رب. اه والله اه. يعني انت قعدت سبع سنين في الدورة الممتاز في التحادل صورة دوارة الشورتة في الدور الممتاز اه سبع سنين سبع سنين كنا مكسرين وكان النادي فيه مزانية برضه نوعا ما يعني انت بقى كده عمول لك عقد كويس لو ان انا عمول لك عقد كويس ايه ده انا انا بعد موتش الاهلي ده طبعا انا ايه كابتال العدبي النسبة لي ايه انا عافش اطلب ايو انا شخصيا مابعش اطلب النفسي بس لو عبر احمن قال لي اطلب لي يا غراب ايه افش اطلب العبر احمن ده بقلب لكن اطلب بقى النفس انا تكلم عن غيرك زي الفل ويرور ودي مصيبة اصلا فيا ان انا فاكريني ان انا ايه يعني بعمل اللي ما بتعملش انا اصلا ببعش اطلب حكا لنفسي لا لا هو اسمه حياء يعني ما بعرفش ما بعرفش ويعني في بعض الناس تقول لي يا ابني زي ما ده بيحقبك وانا لا لا مش اكلمه انت فاهمني فلكن لأي حد تاني لا اتكلم معي فجي كابتن طلعت ندالي قال لي على فكرة اه انت عادك خمسين الف جنيه فقلت له لحضرتك شايفه شايف خمسين الف شايف ميت الف شايف عشرين الف انا سيب لك نفسي خلص قال لي بس الاحسن الاحسن ان احنا هنطلع لك فلوس بس ما تمضيش على حادي دلوقتي انا عايز اوصل للناس القيادات ان احمد ده ودار مش هيلعب مطش واحد هيكمل ايه اه يعني هو بيكلمك بعد مطش اه فبيقولك كزا بس الاحسن انت العب مبسط كدير عمي انت تبقى اجمد اه وانت لما يتعمل لك عقد تعمل لك عقد كابتال عاد يوسف ده اسطورة كابتال عاد يوسف اسطورة اسطورة في العقلية اوكي فاللي لازم ان انت تستمر اه وريهم استمراريتك الاوي برافو عليك حلو اوي انت فهمني مش اللو انا بروحها لعبها يا صاحبي اروحها لعبد الوقتي اعمل لي اسسته واجيب جن والولد يطلب عشرين مليون وخمساشر مليون واثناشر مليون هنهزر تب فين استمراريتك مفيش يلعب له خمس مطشط كويسين ياخد الفلوس الخمسين في المية بتوعه يقعد السنة الجاية محدش يشوفه وارقام خزعبلية من حقك تاخد اللي انت عايزه لس فين الاستمرارية بالزبط وهنا ميزة ميزة بنت لازينة ان انت بتبدأ بفلوس اقل سم زيادة سم زيادة سم زيادة سم زيادة الحوافز بتبقى موجودة طول الوقت دلوقتي لأ دلوقتي لأ بقت دلوقتي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم خمسة مليون جنيه اه فاتي خد انت الخمسة مليون جنيه فتلاقي نفسك انت ما عندكش اي ضغوط ما عندكش اي ضغوط في الحياة في ناس كده وفي ناس قليلين جدا ممكن ده بده دافع ليهم لكن معظم الناس لا اه وامثلة كتير امثلة كتير جدا سنهم صغير اول ما اخد الرقم الكبير خالص عشان كده محمد صالح فينو عبدالله السعيد فينو عقليات العقليات بتختلف عقليات بتختلف تماما 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 كبت انطلعت قال لك استنى ده كلام ده نصيفة اب يعني بالضبط استنيت والحمد الله مشيت بشكل كويس جدا وعملين العادة سعيتها برقم اه كويس جدا بالنسبة لي اول اول كان خمسين الاول اه عقد الاول عقد ليه كان بامتين وخمسين الف جدا بامتين وخمسين اه بعدها ما كنت هتمضي بخمسين بخمسين لأ مش كنتش همضي كان هيطلعولي الخمسين الف دي اللي هو ايه طردية اه يعني خد اللي لو انت ايه بقى معاك فلوس اه ايه بقى معايا فلوس كويس وخدت الخمسين الف وعملي العقد المتينو وخمسين الف جنيه وساعتها السنة اللي بعدها على طول جالي عرض من نادر اهلك وزيه كان عايزني وكان دخلاب النزواني من ابن المداري لأ خده محمد نجيب مع العلم ان محمد نجيب من احسن المدافع اللي عبت معاه نجيب من اللعبة الجامدة جدا وساعتها هو راح النادي الاهل وربنا وفقه وفي وقتها انا كملت في التحاد الشرطة ومع اول سنة روحت زادة ضعفة انا بقول لك بص اتقدرت في النادي طبعا اتقدرت يعني الحمد لله التحاد الشرطة ليه فضل كبير جدا 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 علي والناس اللي كانت مسؤولة اناك اه وفي نفس الوقت برضو هو ده اللي بكلمك فيه بص انا كنت فين وبقيت فين طبعا وهو ده اللي احنا لازم نقوله للناس ان انت لازم تتعب يعني النهاردة في ناس كتيرة جدا بقف معاها تاخد مرتبة ربعة تلاف وخمس تلاف جنيه انا عايز اقول لصحاب الشغل برضو او لو انت ربنا ميديك فلوس في المكان وسعها يا اخي ديله ايجادات وسعه اعمل له طارجة اعمل له اي حاجة ما تبقى في ناس برضو صعبة جدا في ناس صعبة جدا 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 والله فانا بقى بقى شايف اللي مظلوق اللي مش مظلوم اللي هو ممكن اه يعد بازمة صعبة جدا الشخص اللي عايز يتجوز عايز يجيب شقة في زمن دلوقتي صعب ماديا وبياخد مرتب قليل ده اللي احنا محتاجين نطبطب عليه اه بس هو ده اللي يقولي مضغوط بقى ده اللي يقولي مضغوط وده اللي نقعد مع طبطب عليه انا بتكلم بما يرد الله انا بتكلم بما يرد الله انا مش بتكلم في في حاجات صعبة جدا الناس اللي هتسمعنا هي اللي تقدر تحدد الكلام ده مم. وبعد كده ربنا قرامني الحمد لله وبقت من اهم المدافعين مصر يعني الحمد لله فوقت. حقيقة. حقيقة. وبعد كده مع كتن حسن شهاتها وبعد كده مع بوب رادلي. بصوت اه بوب رادلي طبعا نشوفتك. اه اه اه. يعني كنت شاطر جدا انا قلتي ده اجنبي ده والله. اه 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 اه. وكان ساعتها برضو حاجة غريبة جدا. اه. برضو محمد صالح واحد من الناس اللي لازم يتعملها تمسال. مم. ليه? مش تمسال كده وخلاص يعني مش اللي انا بقول. اه مش كلمة خلاص. الناس ما بتقول لي يتعمل تمسال ده اسطورة. لأ ده انا بشوفته بقى. كان بعد التمرين بيعمل ايه? وقبل التمرين بيعمل ايه? اللي عايز يا عبر احمن يوصل لهدف? بيوصله. بالارادة وبالعزيمة وبالاسرار. مش يوم او يوم لأ. مش اصهر شهر والشهر بعده لأ. مش ان انا اه اه اجيب عربية برش. ولا اجيب عربية كزا ولا اجيب عربية كزا. واجيب لي فيلا كزا بان اطموحي خلاص خلاص. فهم انا قصد ايه? في بعض اللعيبة كده. في بعض برضو بعض اللعيبة اللي نمازي كويسة. منا محمد صالح نموذج. لا لا. جميل جدا. فيش بعض نموذج ايه. ونموذج محترم جدا. لا فيه بعد. اه. في ناس تاني. هو رقم واحد قصد. بس في العالمية وفي العقلية وفي الاستمرارية وفي حقيقة كتير. المنتخب انت روحت بمتحاد الشرطة. اه. روحت بمتحاد الشرطة كنت حسنش حياتك. اه بس طبعا ان انت تلعب وانت في التحاد الشرطة دي بتبقى صعبة شوية. بس حصل معايا موقف غريب جدا. جدا. او من راح اقول لك يعني. اه. كدعب يعني واحدة من حاجات اللي اثرت فيها شوية يعني. في الوقت ده. اه طبعا راح منتخب لعبي التحاد الشرطة مش لعبي زمالك. بالزبط. فلعبي التحاد الشرطة ده بياخد لحد دلوقتي الكلام ده. بياخد اه انا مسلا مقاسي في وقتها كان سمول. كنت باخد اتنين اكس اللارش. حصل معايا كده او مرحبا. عم عبدالله. عم عبدالله. عم عبدالله. عم عبدالله. انا عندي صورة اول صورة عيم جوا. عم عبدالله ما شاء الله على ربنا يخلونا راجل جميل جدا. ادك ادك المتاح الموجود. اي حاجة المهمة. اه. وزمالك تاخد يا اي. صاحبي انت فاهم اقصد ايه. فهي دي الفكرة ان حتى فيه كمان اه لعيب شرطة ولعيب اهل موانا. فالاخرنا رحيم منتخب مصري. يعني انا هلعب ولعيب اللي برضو هيلعب. اه. فاحنا كلنا بنمسل منتخب مصر. اي اي. وكانت من ضمن الحاجات الغريبة جدا. كنا رحيم منتخب اه قطر. في قطر. اي. طبعا انا ابو تريكا ده كانت الناس. ده ايام مين? اه كانت ايام كانت تحصل احد. اوكي. وكون رحيم قطر. عايز اقول لك الشعب القطري كله بالجليان المصرية بيدورها على ابو تريكا. ايه. بقيت بشدة ابو تريكا. وهما بيشدوا ابو تريكا. لدركة ان في واحد نسأل على الارض مسك رجله. ايه ايه. شفت والله العظيم الكلام ده. انت اكيد شفت الحاجات دي. اه. فطبعا انا يعني انا اهر بيض. هو اللي بيعصل. ده بقيت اشد ده انا عابو احد السيد. شد. وانا شد. عابو احسول لي ايه ابن شد ده اروح انا شد. مش قادر. الناس بتشد. ايه ايه ايه. فالموم الماضش ده فارع معي جدا. جدا. ام. فارع معي بحاجات. لعبت يعني? لا انا بدأت. اه بدأت. ميش. كان قدامي واقل جمعة. كان طبعا عبليبرو. واقل جمعة لازم اعمل علاقات. ام. ازاي? هو بقيت ماتش ده السبب اللي انا عمل علاقات. ماتش ده. بلعب كتر خسرنا اتنين. الجن الاولاني انا بلعب بلبرو. ايوا. فا اه الطبيعي ان انا استلم من على الجنب. ام. فعب واحد السيد راح مدي الكرة لو ايه? اه. واقل جمعة فوقل جمعة راح مديها الفتح الله. ففتح الله راح مرجعها لو اقل جمعة ايه? مدي هيني راح طلع من برا الجن. عشان واقل جمعة ايه الدهالو. راح واقل جمعة راح عمل ايه? مرجعها. راح ادخل الجون. شوف الجون ده على. اوكي. فواقل الجمعة راح مرجع ايه? الكرة فدخل الجون. تمام. طلع غلطة مين بقى? دودار طبعا. دودار. طبعا. وليت واقل جمعة بقول ليه? اه بيشاور بقى انا. بيشاور. بيشاور على المال. وقطر بقى. اه. شلت الجون. حدث بقى. شلت الجون. ببص ليت كان مودرن ساعتا كان بيعود لحد ارباح الفجر. اه. واخد بالك انت. فلاقيت ان هما بيتكلموا. لأ دودار كان المفروض ايه ايه? مفروض ايه? فانا طلعت فليت احمل فتح بيطب طب علي بقول لي معلش. اليوم يومك النهاردة. بقول له ليه? انا عملت ايه? قال ليه لما يجو عليك انتا مش يجو على واقل. فعلا? اه اتالي بقى اصلا بعد ما خلصنا لقيت اه المحمدي بقول لي ده ايه ده عدوبة قسارة بيكلم واقل اللي هو اصلا اه اه اللي هو المحلل اللي في القناة. اعطي. بيكلم وقول ايه 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 ايه. بتلعت الحفل علي انا. وامي تعايت. اقول لها بتعايت ايه? بتقول لي بيتكلموا عليك ان انت سبب في الجون. بتقول لي اما يقول. فابتديت ان انا ساعتها افهم ان العلاقات هتفرق المعلق ده ممكن يوديني في داهية المعلق ده اللي بيعلق ده ممكن يوديني في داهية الاعلام اللي في التليفزيون ده لو انا مش عامل علاقة معها ممكن يوديني في داهية المحلل ده انا لازم اصحبه عشان خاطر هيعلميني ولو غلطت ولك ده مش موفق بس الجوم ما فيهوش ليك خالص ما تشيلوش بخمسة في المية وربنا ولا حتى شيلوا سالب واحد في المية مفيش ايه ده انا بقيت خالص انت فهمني فقالت انا هارسوهل الدرجات دي كده فيه كذا وفيه كذا هذا النادي الاهلي بس مش كده فبتديت ان انا بقى ايه ابني من ساعتها ايه العلاقات لازم اعمل علاقات اكتشفت ان الكورة هي مش في الملعب بس ده قصة كبيرة وقصة وحدوتة وانا بقى كنت ايه لسه بقى صغير وبتاع فانا بالنسبة لي علاقاتي محدودة يعني فبتديت بقى ان انا خلاق ايه علاقات عشان خطر ان انا ابني كرير لنفسي وابني اسم النفسي مش في الملعب بس وابقى عندك حماية اه معناه النهاردة في الملعب مين اللي هيستناني كمراسل لازم اصحبه اصلا اطبع المراسل ده ممكن انا بعمل مطش جامد هو مش طيقني وانا مسلا يدي له الوش العالي انا داخل قط اللبس انا اتعبان اه 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 هجيلك هجيلك هغير وهجيلك اه اه فيروح المراسل يقول لك اه لو يكلمني كده الوحمر بحدي واحد تاني ده عادي بيحصل المراسلين دول والمحللين او الاعلام او المنظومة الاعلامية بشكل عام لو انت مش عندك علاقات مش مربط مش مربط الدنيا ومش مزبط لا ده انت كاينك اصلا مبتعبش في الدول كاينك مش موجود ايوه اكسم بالله ما بحصل انا بتكلم بجد يعني فبدأت بقى ان انت تتكون علاقات فعلا اشتغلت على دي يعني انت صريحة اوه اه ايوه انا 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 بقولك وده الحدي دلوقتي ايوه ده في لعيبك في لعيبة في الدوري المصري زي زي زيكو ده مسلا في زلد مصطفى زيكو اه زيكو ده احسن من حسين الشحاة دلوقتي تعال بصوا على ارقامه في الدوري احسن من مصطفى شلبي كارقام تسمع عن زيكو لا بسمع طبعا عنها لا تسمع راح متخب يعني حد اعلامي اتكلم عليه مرة واثنين وثلاثة حد استضافه حد اداله الامج اللي هو عمل موسم كويس الاضواء اللي يستحقها مفيش مفيش مع العلم ان القنوات زادت والقنوات الرضاية بقت كتير والمحللين بقاهم كتير والاعلاميين بقاهم كتير والسوشال ميديا بقت سهل ان انت برضو تنور حد معين تحط تسبوط على حد طبعا طبعا نتيجة تقول اسلي الاهلي وزمالك لا 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 اه كرة اهلي وزمالك وشعبية وكل حاجة لكن فيه لعيبة فقندية تانية تستحق ان يبقى عليها الاضواء والشهر عشان خاطر اه تعبوا ايو فهو ده اللي بكلمك فيه لازم اللعيبة ديت تبتدي تعمل علاقات عشان خاطر تزهر طب اه وبعدين منتخب الدنيا كملت لحد ما جيه بقى وقت الزمالك اه جيت بقى عند الكوبر لا لا جيت عند الكوبر بقى الحمد لله كملت في المتخب وبعد كده روحت لنادي الزمالك ايوة 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 مش روحت لنادي الزمالك كده بسرعة كده لا موضوع الزمالك ده كان موضوع يعني برضو خد حيز يعني بزرق كان فيه الاهلي الاول كان الاهلي والزمالك مع بعض قبل لك احنا اول لعيبة كان رئيس النادي كان قاعد ما كانت كده وكان على اليمين كابتن احمد سليمان وكابتن سيد متولي وكان على الشمال الحج محمد عبدالوهاب ودكتور علاء صادق دكتور علاء عبدالصادق اوه احنا فجي اه رئيس النادي قال لي دودار انت رغبتك ايه قلت له رغبتي النادي الزمالك مكتش ماضي في نادي الزمالك لان انا من وانا في نشيئ النادي الزمالك كان حلم ان انا رجع على نادي الزمالك ولا خدت ماضي في الاهلي لا ما ماضيتش ايو مماضيتش اللي ماضى خالد امر ومعروف لكن انا ما ماضيتش ايو وحج محمد عبدالصادق كان ساعدة في الوقت دكتور علاء كانوا بيكلموني عشان خطر امضي ايوه انا ما ادي كلمة لنادي الزمالك وما ادي كلمة ومشو مرتضب منصور فانا بالنسبة لي مش خيام ومخدش فلوس كلمة كده انا بدنسبة لي انا عايز اجي النادي الزمالك ايه كان في مشروع بيتال قدامي اه خلاني ان انا لا دonas 1 دهازي مى النادي اللي انا ان انا ان نفسي كنت وأنا ماشي لو تفتكر ادرك ليه هه هتجي بملين جنيه اه ورجعت النادي بناء نادي زمالك ده حاجة كبيرة جدا 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 الناس اللي جواه ما بيعرفوش قيمته غير لما بعيد عنه نادي زمالك ده حاجة كبيرة جدا فيه ما تتخيل نادي زمالك ده هو اللي فضل على حمد دور الناس تعرفت خلاني أعمل كل حاجة كويسة في حياتي من خلالي نادي زمالك فأنا بالنسبة لك كل ذكريات الكويسة في نادي زمالك حتى في اتحاد الشرطة الناس اللي كانت مسؤولة زمالكوية يعني كابتن البريمي يوسف ده كان بيروح معه المعد عشان يأجل امتحاناتي الله يا رحمه فخيروك دغبتك ايه آلي بالزبط طبعا زمالك الموضوع بسيط الموضوع بسيط جدا وبرضو كلمت دكتور علاء قلت لنا بعد زير لك والحاجة محمد عبوهاب يا ابنة تاخد الفلوس اللي نتاخدها اكتر احتزرت له مش معنا كده بص مش هتلاقيني بقطع في الاهلي مش مش قانون هو يعني مش عشان فترنا حب نادي زمالك جمهور زمالك اللي على بعض من الماديا اننا تكلم على النادي استحالة مش تكلم وما فيش مانية اننا نقول برضو انت لو ما كانتش عندك عرض من زمالك قلت هتروح للازن اكيد يعني لو كان دل عرض الوحيد أنا بالنسبة لنا قلت الكلام ده قلت الكلام ده خالنا نكوم متفقين اني اني نادي زمالك ده بالنسبة لي انا زملكاوي بحب نادي زمالك جدا جدا ومن ناشئينه. لو نادي زمالك ما اتعرضش عليا. ما اتعرضش عليا وامبي والنادي الاهلي. هروح الاهلي. الاهلي. الزبط كده. انا هروح اقلف بقى انا. هقول مسلا اه عشان اكسب اه حب الجمهور. اه. ان كان انت اصلا كجمهور. لما بتشتغل في 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 الشركة دي. وجات لك الشركة دي المنافسة. انت هنا بتاخد خمسة هنا بتاخد عشرة تروح لده. تقول لي انا روح هنا هنا لي انا اصلا مش متقدر هنا انا روح هنا. ايه. انت فهم وجهة نظر. لكن لو الشركة دي. اللي بخمسة. اهديتك تمانية. وهنا بتاخد عشرة. متكمل. لا تكمل طبعا. مكانك. اه مكانك. فالموضوع سهل وخد بالك والدنيا بسيطة. وابس الناس بتحب ايه يعني تعمل شو وتعمل معا. اصلا الدنيا ابسط مما تتخيل. مم. بس وكنت موجود في نادي الزمالك الحمد لله وروح تنزم لك طبعا اه كان بالنسبة لي كان حاجة كبيرة جدا جوا النادي. ولما عدت مع الكابتان احمد سليمان واحد من الناس المحترمة جدا اللي ساعد. هو هو اللي عمل موسم انتقالات جامد قوي. بش حاجة اسمها هو. بكلم على التفاوضات. مفيش حاجة اسمها هو. لأ تفاوض. اه طبعا هو اللي كانت تفاوض. كان فيش حاجة اسمها هو. انا دايما بحبي ايه? في شغلي او في حياتي او 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 انا قلت من رأيه بان انا في يوم الايمة برئيسنا دي زمالك. وانا مش بقولها كده ده انا جاي هزر يعني والكلام ده لأ انا هشتغل على نفسي عشان في يوم الايام ان انا اشتغل اه واكون موجود اه في نادي الزمالك. رئيس نادي الزمالك. اه طبعا. ليه لا. اروح عدو مجلس ادارة واستفاد وبقى نائب واوصل لرئيس. ايه المشكلة? في ببك يعني القصة دي? حقيقة. حقيقة جدا. وبتكلم بشكل جد جدا. ليه? النهاردة في مشاكل. الناس فاكرة الموضوع موضوع فلوس. انا انا لو مسلا كان عفيفي كان طالع مع كبسة وحفيز. هريط لانا خبر او حاجة زي كده. قال لك الفلوس اهم بالادارة. لا طبعا. فلوس ايه اللي اهم من الادارة? كان لأ. الفلوس يعني بتخليك حتى. لا لا. الفلوس ده تصرفها في غلط. معاك. تجيب لعيبة غلط. ادارة. بس الادارة لوحدها مغير فلوس. مستحيل. مغير فلوس. مستحيل. الادارة هي اللي بتجيب الفلوس. او انت مش قادر تجيب فلوس يبقى ما بتشاركش ادارة. بس ممكن لو. عبر رحمن انت دلوقتي مسؤول. ممكن يبقى في رئيس نادي وحي. انت دلوقتي مسؤول. ممكن يبقى في رئيس نادي يعني قراراته مش مزبوطة بس عشان النادي مسلا ماديا نوقف على رجله. عبر رحمن. دنيا بتزق. عبر رحمن انت فتح مشهور. انما لو ما فيش فلوسه وجايب لي مين? ما انت عشان تصلح والادارة الكويسة اللي بتجيب فلوس دي بتاخد وقت. انا بقول لك الادارة. صح. الادارة هي اللي بتجيب الفلوس. ممكن تبقى انت. بس اخد وقت ما تجيبوش يعني. يبقى ما تجيش. يبقى انت مش حدد بلان. يبقى انت جاي. جاي كده مش دارس اي حاجة. عايز تيجي تمسك المنصب. مهاردة مسلا نادي الاسماعيلي عليه فوق الماء وخمسين مليون. ما يجيش. هيجي يعمل لك ايه. يا باشا ما يجي. رئيس النادي ما يجيش. رئيس النادي نفسك. يعني مين رئيس النادي اللي يجي ده يجي يعمل ايه? مين مين معاه عصايا سحرية يعني ما هو الفلوس هي لو جي واحد قال انا هحط خمسة مليون دوار من جيبي في النادي اسماعيلي. تمام. هيجي ولو هو ما عندهوش فكرة عن الادارة. على الاقل يعني هيفتح القيد. طب على اقل. بعد ما يفتح القيد جد لفلوس دلوقتي. بعد ما يفتح القيد. الفلوس هتخلص. هتحتاج ان انت تدور الفلوس دي. الاتنين. هتيجي في الاخر. الاتنين. لأ. لأ صدقني. والله ده نقاش حلوى. انت في مشروع. انت عندك مشروع. مم. وانا عندي مشروع. المشروع دوت. مبني على فكرة. الفكرة دي ابتدت اني تتطور. ابتدت تنجح. ابتدت تجيب فلوس. انت عندك. شفت انت قلت ايه? بتدت. ده وقت ده. خدت وقت. طبيعي تاخد وقت. طبيعي تاخد وقت. طبيعي انها لازم تاخد وقت. لكن الفكرة كلها ان انت كمجلس ادارة اه في نادي الزمالك او مجلس ادارة النادي الاسماعيل. المجلس النادي الاسماعيل ده السنة جاي الاسماعيل ينزي الدرجة تانية. طبعا هينزي الدرجة تانية مفيش بلان. يقول بالضبط. سامع الرئيس المجلس يقول لك ايه? فيني الفلوس. ان كان انا بقول لك انا كجمهور انا عزي الاسماعيل السنة جاي بقى كويس تقول لنا فين الفلوس خلاص يمشي بدلين انت مش عارف تجيب الفلوس اطلع يعلن ان انا حصل وعاية واحد اتنين تلاتة اربعة ومش اكمل ساعتا انا هحترمك بس هو اصل ايه يعني الكلام ده لازيز وسهل يعني كلام الادارة واصل الدنيا والدارة اللي مجابش فلوس يمشي القصة والله اصعب من كده يعني ولا انت عندك يعني ترتيبات معينة مسلا ده انا بالنسبة لي ببقى ايه مسلا عندنا النهار ده مسكت رئيسة نادي الزمالك حلو حلو اه قبل ما اكون مسؤول عن نادي الزمالك لازم اعرف ايه المشاكل اللي متواجه نادي الزمالك. واحلها ازاي? بالزبط. لو انا مش هقدر يبقى مخشش. بالزبط. هل دعيب مني? لا بالعكس. بس. ده يعني رحم الله انا اعرف قدر النفس خلاص. انا بالنسبة لي اول حاجة لازم تجيب مدير رياضي. مدير رياضي ده وباك رئيس رئيس نادي الزمالك ده هو هو مشرف في الاخر مشرف على اه اه المجلس كله ومشرف على الناس اللي هيجبها. اه. واحد زي مدير رياضي. نادي الزمالك هو مش مدير تعقدات. بقاني منطق. بقاني منطق اني نادي الزمالك لا يملك مدير تعقدات يتفاوض مع اللعبة. النهاردة لو كابتن احمد سلمان راجل شاطر جدا في الحيطة دي. وبرده معك كابتن حسين السيد. ده هيقول كلام. وده هو الكلام. هل في تنسيمة بينهم? لا. عايز واحد. لازم واحد يبقى هو اللي مختص هو ده اللي يتسائل. واحد تالت غيرهم? لا. واحد تالت نفسه وتالت غيرهم. اه ولا واحد منهم? اه لا المشكلة الواحد لا ما يبقاش واحد منهم. والله. مجلس الادارة ده هو مجلس فيه اشراف رئيس مجلس الادارة ده رجل مشرف عليهم كلهم. طب انت الجيل بتاعك كابتن حمد سلمان هو اللي قام بالتفاوض كله هو هنعود مجلس الادارة برضو. ما انا قصدي اني اني اني. او لك هنعود مجلس الادارة. اه. كان لازم يبقى فيه واحد بس. يعني حتى لو منهم ده قصدي. حتى لو منهم مفيش مشكلة. لكن الاحسن الاحسن اني يجي مدير تعقدات مختص بالكلام ده. اه. وهو بقى يكون برضو بيعرف. وهو اللي هيتسائل. اللاعب الاجانب بيشوف سرد. هو اللي هيتسائل. هو اللي هيتسائل. لازم تجيب مدير رياضي يبقى برضو موجود مع كيان النادي نفسه. لازم ان انت تبقى انت موجود مدير للازمات. مين مدير للازمات? مين? ما عاربش مين? ما عاربش. ما انت متعرفت لقى يعني مسلا باشو ماند ساني بيرز ما عاربش ما انا بقول لك انا ايه انا بقول لك انا تخطيط. ايه ايه الازمات كلها متلخصة في ان فلان رفع عضية وكسبها. ايه ما هيش معارش. ايه ايه انا لازم ان انا اول حاجة كنت عارف اعملها ايه. ايه بقى? ان مسلا لما يجي مدير ازمات. لازم اجيب حد من مجلس الادارة اللي فات. عشان يكون عارف وشايف. طبعا. طب ونعمل ايه? في في اللعبة اللي بترفع اوضي وتكسبها. سبب مين? سبب المجالس المتركة. ايه ما ليش دعا بقى انت جيت دلوقتي. انت جيت اهو. انا بقول لك اهو لازم اجيب حد. يعني مثلا. ما ينفعش ان انا يجي كمجلس اخسر مع المجلس اللي فات. بمعنى انا ما ينفعش افتح عدوة مع المجلس اللي قبل. اه. المجلس اللي قبل عنده ازمات. فالمجلس اللي قبل عنده ازمات كترة جدا هو ممكن يكون سبب فيها. بزبط. هيجي يرمي على المجلس اللي قبله. عشان كده احنا ما بتسلمش بعض. فبيحصل مشكلة. صح. مين اللي بيخسران? النادي نفسه. برافع عليك. فانا لو رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اول حاجة هجيب مدير الازمات هو عضو مجلس ادارة. من الادارة. قوي جدا من المجلس اللي فات. لان هو اكتر واحد عارف الازمات اللي جوا النادي. هيعمل ليه? هتجي لك واحد هيقول لك ليا عند نادي الزمالك مليون دولار. حل. هيجي لك واحد تاني يقول لك ليا مليون دولار. هتعمل فيها ايه? النهار ده مش فيه محامي. في محامي احكام بتطلع. لعيبة ما عندهاش اي امرون انها تتفاوض. ليه? هيتفاوضوا ليه? ازن ازن ان انا. لعيب اجنبي ماشي من النادي الزمالك هيتفاوض معك ليه? ما هو ده اللي بكلمك فيها. اه برحمة الله عندنا مشكلة ما بنتسلمش بعض. لقى مجلس النادي الاهلي. ايه اللي بيحصل? حسن حمدي بيجي يقعد مع الخطير. بس ما بصير. هل ينفع مش همرتدى منصور يقعد مع الكابتن حسين اللبيب? استعالة. ما بيسيبوش لبعض بلاوة. هذا طبيعي. في النادي الاهلي. ما بيسيبوش لبعض. فكر. غمضت عينك كده. تخيل ان مش همرتدى منصور. مش هش هيحصل. قعد مع الكابتن حسين اللبيب. مم. واستاذ ما مضحى بس قعدوا مع بعض هما التلاتة. عايز اقول لك تسعة وتسعين في المية بالمشاكل نادي الزمالك اتحلت. لصالح نادي الزمالك. لو ما يعضوش مع بعض ازا يبقى فيه مصالح. بس. بس. هو ده الموضوع. ام. اي حد يقول لك حاجة غير كده. يبقى احنا بنهري. هما مش هيعودوا مع بعض. مع عشان خاطر. ولا هيعودوا? انا بقول لك لازم يعودوا مع بعض. تفتكر اي حصل? نادي الزمالك لو التلاتة دول. تلاتة دول. كابت حسين لبيب. سيد ممضوحة بس. مشارو مرتضى منصور. ستة برضو تعالى فكر معي. مشارو مرتضى منصور عمل النادي. تعيب في النادي. انا كنت بروح سراميكا كلباترة كان بيختار السراميكا. ما برضو نقول لي لينا ونقول لي علينا. فانت متخيل ان انت ما تذكرش اسم واحد عمل قناة للنادي. وعمل حاجات كويسة في النادي. عنده سلبيات. طيب والمجلس دلوقتي هيبقى عنده سلبيات. ومجلس ممضوحة بس هيبقى عنده سلبيات. يعني. وانا لما هاجب عندي سلبيات. لما بتشوف المعاناة المادية اللي بيعانيه نادي الزماج دلوقتي. عشان احنا ما بنسلمش بعض. اسمع من انا. عشان انا مجلس الاقدارة جاي. فانا لازم اسبب له ازمات. فبنتصدرها للمجلس اللي بعده. طب واللعيبة اللي جات وتعملها عقود. عش حاجة اسمها اللعيبة ده. تعملها عقود خيالية. خيالية. ما يقول دي دي ما برضو فين. عشان انت بتقول لي لازم نقول. فين المراقبة. لازم نقول الاجابية. زمالك ده ملكي مين? لكي الدولة. بالزبط. فين المراقبة? ما هي الكورة ما فيهاش الكلام ده. تمام. الكورة. يعني كفلوس. اه. ينفع روح اجيب لعيب ياخد اتنين مليون دولار وينجح. اسبانيا مثالة عاملين سقفل التعقدات ولا مش عاملين? لا هم عاملين حاجة تانية بس تمشي برضو طبعا لو ات عملت اللي هي اللعب المالي النظيف. اللي هو انت بتدخل قد ما بتدفع. برافو عليك. والنادي برشلونة مش عارف في اي لعيب عشان. برافو عليك. برافو عليك. بس دي بقى قصة تانية دي. ليه مش قصة تانية حال حاجة خالص. النهار ده انا جاي. انا النهار ده. النادي زمالك محتاج لعيبة. مسلا. طب ما هو جبني منين? جبني من تحاد الشرطة. بالزبط. جب طريح حامد مين? جب من سموح. بالزبط. جب ده منين? جب من كزا. وجب من كزا من قندية اصلا. كانت متوسطة للجدول. وكانت اللعبة اللي بتلمع فيها احنا بنجيبها. ليه بندور على النادي امبي. عشان خاطر. انا اسف يعني. يضحك علينا ويدينا لعب بثلاثين مليون جنيه او بخمسة ثلاثين مليون جنيه. اعارة مسلا. هو 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 ده لان زمالك يعني اكباري. والان زمالك اللي اخده بقراطه. ما مش موضوع غلط. وانا بكلمك في كده ده غلط. ما هو ده اللي انا اصد عليه غلط. موضوع اللي احنا بتكلم فيه. اه. ان فيه حاجات غلط. النهاردة لما بنت بتجيب مدير تعقودات. انت بتحط واحد واثنين وثلاثة واربعة. ما جاتش مع واحد تجيب اتنين. ما جاتش مع اتنين تجيب تلعان مسلا. واحد زي فنادل اسماعيل عبد الرحمن مجدي. اه. ازاي اصلا روح برامة زوية انت تسيبه. عشان راح بسبعين مليون. سبعين مليون ايه. جنيه. سبعين مليون ازاي. والله خمسين قاله. لا 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 لا. يبقى طيب. اقل. اقل من خمسين. اقل. سيدي اربعين. اه. فيه 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 الزمالك اربعين من تلاتين لاربعين. لا ده كنت كنت تروح تجيب عشرة بان شارعي. اه باركام. ما هو ما جاش. طيب. اه 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 انا النهاردة. فيه 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 الزمالك اربعين مليون جنيه. سألني علي زيزو. زيزو. سألني عليه. ماشي. هبولك بقى حاجات ادارية. صح. اول حاجة ان انت لازم تجي يكون مجلس الادارة اللي فات بيسلم مجلس الادارة ده. ده ما بيحصلش. زيزو. احنا عندنا في نادي الزمالك. اجي لك زيزو دلوقتي. احنا عندنا في نادي الزمالك. ما بنتسلمش بعض. بل بالعكس احنا بنصدر الازمات لبعض. بنصعب على بعض. عشان نقول انا الاحسن. ايو. وانا الافضل. وهو معرفش يتعامل اهو. غير انا او في مشاكل. ميجب بقى دينا طلطل عمر. هجيب المجلس اللي قابلي. واتكلم معاه. ايه الازمات. قال الله روح له بيته. ماشي. كابتن. او او الازمات. اعتبر ده الرد هو. اه. والله في نادي عليه ثلاثة أربعة من اللون دول عمر. نعمل لك ايه بقى? ازهر للرأي العام. اه. ان مجلس الادارة اللي فات هو السبب في واحد اتنين تلاتة. ما يزهر هي جميلة. وانا بالنسبالي انا كمجلس ادارة ما تستنوش مني اول سنة ان انا اجيب لعيبة. ما تستنوش مني صفاقات. بس كده. او 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 روح بي يا زيزو. ما هو ده بي لاجيه لك فيه بقى. اه. انا واحد زي زيزو ده. انا ليه? وانا بقول كده. والناس حجمتني. زيزو كان لازم يطلع عارة. كان لازم يطلع عارة. فضله سنخ انا هيتباع. كان لازم يطلع عارة. او يتباع. في الحالات حاجة ده. كان لازم يطلع عارة. لو طلع عارة. مش اختيار. العارة مش اختيار. الان وضيله سنة واحدة. اختيار. انا ما اجدد للاعب عندي. لما أجدد اللاعب عندي سنتين. وهو عايز يطلع عارة عشان استفاد ماديا. طب ما يجدد لي الاول. عشان هطلعك. انا مش عايز تجدد. يبقى انت كده ضد النعادي. يبقى انت بالنسبة لك تكمل السنة وقعب بقى جنبي. طب ما هو يعني مين اللي هيخسر لما اللعيب يجد يكمل السنة ويقعب جنبك? مين اللي هيخسر? اللعيب. بقى في حال زيزو النادي. انا بقول لك اللعيب. انا بقول لحضراتك. لو زيزو قال ما انا بقى لازم ان انا اقول. لان النادي قدامه انك خزنته تدخل فيها تلتمية مليون جنيه. اه. وقال لأ وزيزو فاضله سنة. طب انت كعربة انت كنت بتطلعه اعارة. في نادي الزمالي. كنت بتستفد منه مادية. صح? بيبعقده لسه في ثلاثة ربعة سنين فاللعيب معندوش حلول. انا لأ 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 كده لأ. ده انا النهاردة لما دودار اطلع لعيب. مثال اطلع زيزو اعارة. قدامي زيزو تعالى انت لعيب جامل جدا وانت حسنا لعي في مصر. عايز تطلع تستفاد ماديا فيش مشكلة. بس لازم تجدد للنادي. لا والله مش هجد. لا والله مش هجد. يو. ما هو له ما جددش بقوله رأي العام. يبقى جيش تقولي الانتماء وتيجي تقولي التشير. طب معروف يا كابتن ان زيزو رفض يجدد يعني يعني دلوقتي. لا مش رافض يجدد. لا 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 لا. زيزو هيجدد ليه لانه? ليه طلبات معينة. مستاذ ممضوع حباس هيدله تلاتين مليون جنيه. والنادي هيدي له سبتين مليون جنيه. اسمع من انا وبجيب لك خلاصة والكلام من جوا النادي. سيد ممضوع حباس هيددله تلاتين مليون جنيه من جيبه هو. خبراك ممضوع حباس. انا الاول كنت فاكر ان هو ايه? والنادي هيددله ستين في السنة. ستين مليون بالضرائب اه. في السنة. اه هتليه صف صف مسلا حوالي اربعين مليون او اللي خمسة واربعين. على التلاتين بهم سبعين مليون. او خمسة وسبعين مليون جنيه. هل ده لما انا بقى اوفر الفلوس دي. واجيب وطلعه اعارة هستفد منه. وبانا استفدت ايه? طلعتم اتنين مليون مسلا. اهو هجدد بقى السنة اللي بعدها هياخد كاما يعني. هياخد. بالعكس ده انا ده انا ربنا اوفقه في الاعارة عشان يدخلي فلوس تاني. وهو على زمتي في النادي. يعني انت عايزه يجدد حتى لو براخن كبير ويطلع اعارة. ويطلع اعارة. اه طبعا يطلع اعارة بقى اللعيب بتاعي مش هيرجع النادي الاهلي للنادي الاهلي شاطر جدا في في اضعافك. لما بيلاقي لعيب كويس عندك بيحاول ان هو يعمل اي حاجة عشان يجيبه. وممكن اللعيب دوت ما يفرقش معها حاجة بس هيجيبه عشان يضعفك انت. وده زكاء وشاطرات ادارة من النادي الاهلي على مدار تاريخها. انه بيضعف نادي الزمالك. مع العلم النادي الزمالك اصلا هو اصلا في وقت من قبل بضعيف. اه. فانت بتخيل بقى ان هو بيضعفك اكتر بياخد بينك اللعبة المميزة. ده بيخلص عليك. بس ايه امتى اخر مرة حصلت الحكاية دي? اخر مرة امام عشور. اخر مرة. امام عشور لا اهلي اجيبه من دونمارك. هو انت فاكر اهلي اجيبه من الزمالك? لا يعني. اه انت اصدك ان القصة دي مترتيبة من الاول يعني? طبعا. اه انا اول واحد في مصر قلت ان امام عشور رايح. كبري ورجع النادي. ايه ايه? هتتعرف حد اسمه في الدونمارك اه. متلانت? انا عارف. دونمارك دي كان فيلم عادل ايمان. تجربة دونماركية. اه. بس ده اللي انا عارف. انا عارف ان امام عشور لعب سبورت انجليس بونا في اليوروبا. ليجو جاب جون. يعني النادي ده موجود على خريطة مش مش نادي يعني. لأ النهاردة ان امام عشور بحجم ان هو يكون موجود في نادي زمالك. لا يقدر يروح. نادي احسن من ده بكتير. ده امام عشور ده عيب جامد يا عبر رحمد. عيب جامد. عيب وسط في مصر. وما شفتش في نفس الملعب كواريت ازا كده. طبعا. طبعا. انا بقول لك او. بس. لكن عشان اودي نادي زي ده. ده انت عارف ان امام عشور كان عايز اصلا يوعد في نادي زمالك. انا محتاج محتاج فلوس. ولازم اطلعك عشان النادي محتاج فلوس. وهنا دي غلطة. طيب ما طلعتوش اعارة ليه? دي انت لو طلعتو اعارة والنادي. ما فيش نادي اوروبا بياخد لاعب اعارة من غير ناية بيع بس عشان دي دي قاعدة. خلاص ما بمودوش. يبا انا كده بخسر اللاعب. انا لازم اودي النادي ان يكون في اعارة. بس انت جد ان هي ان امام عشور. ده امام عشور بالعكس ده رجع. اه. ويكون موجود عشان امام عايز يكون موجود في نادي زمالك. اصلا. طب ما كده دي عكس دي. لا مش عكس دي خلاص. يعني امام طالع عشان يرجع على الاهلي. اه. ولا طالع عشان عوه بيحب ايه دي مش فهمها دي. نهاردة بقى الزن يا عبر رحمن الزن. طالع طالع من الاول على ايه? الزن. امام نفسه طالع على ايه? طالع عشان خاطر مرتضى منصور محتاج فلوس في النادي. بس. وامام. كده كده مفيش جملة اهلي في الموضوع لسه. هو طالع. لا 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 خالص. لما لما راحت دنمارك في يوم واحد وتلاتين او تلاتين واحد الناس في النادي الاهلي يكلموا لان ما بقاش على زمة الزمالك. انت فاكر يا زيزو لما يروح اي نادي في السعودية هيكلموا دي الوقتي لأ مع اول يوم انت عادك ايه? فيجبوك. انا قصد ان امام مش طالع من يعني من الزمالك بنية انه يروح الاهل. في وقتها لا. ايه بس. بس مع اول يوم كلموه. ماشي بقى ده حقهم. وامام نفسه وكيله عايز كده. اصلا. هو اكيد وكيله نفسه ان امام. لكن امام نفسه ما كانش عايز. امام نفسه ما كانش عايز. وهو ده نفس المشاكل الادارية. ان احنا بنتكلم فيه. ازاي امام ما كانش عايز وبتقول لي كبري. ما هدول عكس بعض. اكسم بالله العظيم ما كان عايز. يبقى مش كبري بقى. والله ما كان عايز يروح الاهلي. والله. يبقى حلبلك بالله. يبقى مش كبري. ازاي ما كانش كبري. يبقى الاحتراف كان بغرض الاحتراف مش كبري. وبعد كده الاهل يستغل بقى انه خلاص اوكي الاهل الزمالك مش هيبقى عنده السيولة ان هو يشتري. صح صح. كلامك صح. اه. بس الفكرة كلها في ايه. ان النادي الاهلي مع وكيل اللاعب مزبطينها ان احنا نطلعه ونخلص. امام عشور. من وراء. من وراء بقى. اه ايوة دي حقيقة. من وراء اللاعب. من وراء اللاعب مش عايز اصلا. الاهلي مزبط مع وكيل امام عشور من وراء امام عشور. انه يروح اوروبا ويرجع على اهلي. انا بقولك امام عشور. احنا كده ده قصة دي. ده قصة انا بقولك امام عشور لما رجع. صعبة دي اه. والله العظيم ما صعبة. امام عشور النهار ده مسلا انت في البيت. تيجي تقول ليه? ما تروح الاهلي. اقول عايز فلوس اصلا. اصلا نشتري. فمام عشور راح النادي الاهلي اولا عشان النادي الاهل عايزه وراح مضطر. دلوقتي تسألني امام عشور اهليه او لا? اقول لك هو لاعب محترف بكل المقيس. لكن تجي تسأله من جواه بتفرج على مطشط الزمالك او 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 يقول لك انا متعاطف. ليه? لان مش اي اي حد دخل نادي الزمالك صدقني بيحب النادي ده. فاللي بيحصل ده ده عك ادارة. امام عشور هيفيد النادي الاهلي يموت 10 سنوات تاني. طبعا. فانت تمشي ازاي? فده غلطة مش امرطة المنصور. طبعا غلطة. طبعا. وما حدش يطلع عمو بالموضوع ده. ده غلط غلط كبير زعيب زي ده. انت مفروض تحافز عليه. نفس القصة طريق حامد. كنت لازم تطلعه يا عارة. يبقى معاك على زمتك. منار ده انا دلوقتي. ما هو ما هو يعني طريق حامد مجددش ومشي بدون نقابل. لا 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 ده طريق نفسه. قالك لو انا كان اتعرض علي ان انا اطلع اعارة. ما هو في الاخر عبدالرحمن هيطلع اعارة سنة. اللاعي برضو هيستفاد ماديا. هيستفاد. والنادي برضو هيستفاد. يعني زي ما ديك ما حاولش جد الطريق حامد. انا بقول لك لا. ان طريق. ما حاولش? ولا ممكن كنت تلقى القام بعيدة. ما حاولش? انا بصراح ما عنديش معلومة في القصة دي. واعارف قد ايه طريق حامد زمال كاول بالمناسبة متأكد منها مية في المية. بس اللبسات القصة دي. انا بالنسبة لي كلها مش واضحة بالنسبة. مشاكل ادارية. وبعدين طريق حامد برضو يعني انا هيجدد ووصل النادي مفيهوش فلوس. كلها مشاكل ادارية. انا بالنسبة لي كل اللي بيحصل ده مشاكل ادارية بحتة. النهار ده زيزو ده لما يطلع اعارة. وانا كان اي ده استفاد منه. استفدت ان انا طلعته بفلوس? وماخدش فلوسه. اه اه فاهم وفرت مرتبة. طبعا في ايه ايه انا مش فاهم انا. ايه الفيسبوك ايه زيزو لو زيزو لو مش احنا نوع طبعا احنا سانفات ما عملاش حاجة. ايه كوانة انت بتدخل خمس بطولات خلت بطولة. انت 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 مفروض ان انت بتنافس على وعا فكرة نفس المشكلة حصلت معنا برضو في جيلنا. ان احنا بعد سنتين تلاتة مشي اتناشر وجيه اتناشر. برضو مشاكل ادارية. صح او لا? جيلكو ده ماكملش نجاحات ليه يعني? يعني ليه نجاحات وماكملتش غير سنتين بس. ما عايش ما تغير مدربين. ما هو ليه بقى يعني مفروض ايه. بقول لنا ليه ما انا بقول لك مديمش انا بتكلمك على الادارة. دي مشاكل ادارية. مفروض الجيل بتاعكو ده كان يجيب مثلا. طبعا. طبعا النهاردة لما تمشي اتناشر لعب. وتجيب اتناشر لعب تاني. وده طبيعي. طب ليه? ليه? بقول لنا ليه? اسأل انت بقى مجلس الادارة ليه? مم. وده غلط. غلط. ما انا بقول لك كل اللي بيحصل ده. مين 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 مززة مالك من جيدك كان مخنشينفع يمشي? لا كله. مين? احمد عبد الملك ده يمشي. مسلا احمد عبد الملك وجوده يعني انت مسلا وليد سليمان ده قاعد فترة جبيرة جدا في الناد الاهلي. مين تاني? لا بقول لك وليد سليمان ده قاعد ليه? قاعد عشان مهم في قط اللبس. ايه وايه. سعد السامير قاعد فترة جبيرة جدا ليه? مكانش بيلعب. عشان عارفين اهميته في قط اللبس. فانت بالتالي انت مشيت احمد عبد الملك في وقتها ومشيت بعض اللعيبة كان اهمها بالنسبالي اه احمد عيد وكان احمد علي. كان مهاجم. المهاجم. احمد علي كان من اللعيبة الجامدة جدا في الناحة الهجومية. اه انت عرفت عندك انا كان عندك اه خمس لعيبة. اه خمس مهاجمين. في الجيل بتاعنا كان بس مرسد اصلا من مركز الخامس. اه. كان احمد علي. خالد امر. وخالد امر. وعبدالله سيسيه. وباسم. وباسم. وكان فيه اوباما. كان لسه طالع. اه. فكان بيطلع اعارة ويجي. ايه. انت مدخل خمسة. تعال بص هنا دي زمانك دلوقتي في ايه? بس. بس. المدافعين تعال بص على مدافعين. كنت بتلاقي دودار وعلي وكوفي. والونش جنة واسلام جمال. خمسة. يلعب اي اتنين حرفيا. ازاي كل الناس دي اتفرقت عن بعض. طب تعال في نص الملعب. كان طريح حامد وبريم صلاح واحمد توفيق. وكان معروف يوسف. وكان عمر جابر بيخش جوه نص الملعب. ايه. وكان ايمن حفني. وكان احمد عبد الملك. ومصطفى فتحي. يعني ده لعبة كتبش عايزة نساها. ايه. كتير كتير لعبة جويسة جدا. انت فهمني. تعال اتكلم نيحة اليمين. كان حزم امام. كان بيلعب برضو فوقت من رواية عمر جابر. كان بيلعب فوقت من رواية احمد توفيق. فانت نيحة الشمال كان بيلعب حمد طلبة كان مستر فريرة واي مدير فانيه كان يقول لك يقفل نيحة الشمال دي. اه. وكان محمد عبدالشافي كان فوقتها كان موجود. لأ احنا كنا فرقة. وكان مين يترات حراسة. حتى لما نتفرق بعض يبقى على اقل عادنا خمس سنين مع بعض. ما هو ده بكلمك في كده بدري قوي يعني الجيل ده على اقل ثلاثة اربع سنين مع بعض. يا باشا ما دي مشاكل ادارية. احنا اتفرقنا ليه? مش هل في مشاكل في النيحة الادارية. وفلوس. فلوس ايه ده احنا كانت فلوسنا ما زي دلوقتي كانت الميزانية بتاعدنا كانت. بس كنتوا بتاخدوا فلوسكو? لا كنا ناخد فلوسنا طبعا. لا لا لا. فعلا? في الوقت ده? كل فلوسنا كنا بناخد. اه ما فيش لاعب في النادي زي ما لك مشي في وقتها. اه غير لما اخد فلوسه. كان ساعة عندنا مدير الكورة كابتن اسماعي اليوسف. كان ايه كان شاطر جدا. جدا. كان بص يعني كان ينيم كنتاعة كده. اعملك المغناطيس والتاعة. اه والله كان شاطر. فانت فبالتالي هي مشاكل ادارية بحت. فالنهاردة لما بيت. مشاكل ادارية ان انت بتمشي اللاعبك كويسة? ايوة طبعا. ما النهاردة انت امام عشور ده ميشي ليه? الساسي ده ميشي ليه? لأ. ما انت ما في تتحافظ عليهم اكبر فترة ممكنة. بص بقى اه انا بقى اقول لك الكلام سهل. اه. فرجاني ده هتقعده ازاي? هتقعده ازاي? هتقعده ازاي? تقول لي ميشي. فرجاني ميشي. عقده خلطه ميشي. ميشي. هتقعده ازاي? حلو. مش عايز يقعد صح? مش عايز. اروح لبقى ماشي طريق حمد اللي جنبه? يا عبد الرحماني ازاي? مخلاص مش. يعني في قادي على حدود بقى اللي مش دايب في قادي على حدود. ايوة طبعا. اه طبعا. انت في لعيبة خلاص. مش موافقة. مش هتقرف تقعد من شرق مش هتقعد من شرق مش هتقعد فرجاني خلاص. من بوص الدنيا بقى. ام. من بوص الدنيا يا بقى اللعب انت كده فكت الفريق. فهم? هو ده اللي بيحصل دلوقتي. انها ده جمهور ازاي يقول لك احنا عايزين من شرق. عمي من شرق. وطلعت وقلت مصطفى زيكو حالته الفنية دلوقتي احسن منه. بقول ليه مصطفى زيكو ميه? فبرضو جمهور الزملك برضو في حاجات غريبة بتحصل برضو. لأ برضو هرجع اقول لك برضو الجمهور عاطفي. انت بتحسب الجمهور كأنه عارف انت اه يعني فهمين. مجلس الادارة. مجلس الادارة. جمهور بسيط يعني. ابسط. الجمهور بسيط بس مجلس الادارة بياخد رأيي الميديا. اه الفيسبوك. يا نهاري سود. ام. يا نهاري سود. ما ينفعش الكلام. صفحات. يا نهاري انت خيل انت في اعضاء مجلس الادارة. هتضم صفحات بتدفع عنهم. ده اللي داير. وطي مصيبة سودة. طب ايه 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 طب انت عارف النادي زمالك? المفروض ان هو اول نادي يدعم بصفقات هتيجي تقول لي مفيش فلوس. ايوه? حل. صح? صح. اطلع اقول لي مفيش فلوس. طب ما اطلع اقول لي انا مش اجيب صفقات. ايوه. السنة دي. عشان كده مجلس الادارة السبب اللي بيحصل ده السبب فيه. يعني. واعتبي عليهم وانا على فكرة قبلتهم بمنطقة البساطة. مفيش فلوس السنة دي. والسنة دي مش هتبقى سنة البطولات وخلينا ناخد الامور. انت جميل. ده الصح. مم. ليه? ليه بنلف ونظر على بعض? انا جاي دلوقتي اول سنة لقيت حجم الماديونات كتير. صح? اه السنة دي انا مجيبش اه موعدكمش ان انا اجيب صفقات. عندنا حجم الماديونات واحد اتنين تلات اربعة خمسة اتا سبع. وبنحاول نحلها. وبداية من السنة الجاية هبتدى اشتري صفقات. هنكون خطتنا اشتغلت اللي احنا هندخل. لو رئيس مجلس الادارة. قال كده جمهور الزمالك بقى مش مستحمل. في ناس مش هدستحمل. ايوة. هتلاقي الازمات بتتراكم 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 من المجلس الادارة ما هيمشي. فهيجي مجلس ادارة تاني مش هعرف يحل. فلازم شفت انت ما بقولك ايه? ده احنا هنعمل السنة جايه موسم استثنائي. نادي الزمالك محتاج موسم استثنائي. ايه اللي استثنائي? انا في الصفقات. اه. انا خلص مديوناتي. اشترى في الادارة. ماشي عليك مديونات. لو انت عليك مديونات مش هترى في الحركة لو قدام. ان كان لازم يعني يعني سنة دي تبقى سنة تنظيف الديون يعني. رفع عليك. حتى لو هبيع زيزو. انا وقت نظرا. حتى لو هبيع زيزو. يعني ادخل. ادخل لاني تلتمية مليون جنيه وابدأ من الصفر بقى. انا اتنفس بقى. لان انا كان وجهة نظر يتمسك العصائف النص. يعني انا بقول لو لو مش متاح. لو زيزو ما يطلعش بياه. ويطلع عهارة. ايه مشكلة? وكنت على فكرة تقدر تقنع زيزو بكده? ودقدر تتكلم معاه في كده. اني هيجي السنة الجاي هياخد فلوس اعلى. اكيد اتكلمه في ده. اكيد. قبلح ما بس هنجدله تلاتين مليون اقول لا انا عز اربعين. بالزبط. ايه لا يحصل يعني? اه. ايه. والسنة دي زيزو مع مش مش قصد حاجة والله يعني هو جامد قوي بس هيعمل ايه في السنة دي يعني هينقل الزمالك فين يعني? يعني الواحد ازيزو دلوقتي ايه يعني. انا معرفش. انا معرفش. لا بقاء زيزو ده بصراحة كان غلط يعني. اني انا كنت ضد بقاءه كنت عايزه يطلع اعارة. بس بشكل معين اه. بس بشكل اه معين كنت قدر اجيب بالفلوس دي. اه قدر اجيب عبر رحمان مجد وقادر اجيب مصطفى زيك. اه مش بنفس الكواليت بتاعزيزو. بس كنت على الاقل هعمل فريق يبقى فيه واحد واثنين وثلاثة. خد بالك الامور بتبقى سهلة جدا بس ما فيش وضوح. ام. ده ربت في الزمالك كم سنة? لعبت ثلاث سنين خمس سنين اشي. ثمان سنين. لا الاخران ايه. تلات سنين. تلات سنين دول ايه? قليل. قليل طبعا. ام. طبعا. انا خلصت عقدي. وكان مدرب من المدربين قال لي انت تبقى المدافع رقم خمسة. فعشان كده ما ما اكملتش اعني مش عايز اقول لك. اجنبي? لا انا مصري. ده مين ده? ده مش مهمة. انا هطلع عارف انت مش اوه. كابت محمد حلم. بالزبط يعني. كابت محمد حلمي مع انه جميلة بحبه جدا جدا. اه اه. مرة واحدة كده ما يعني في وقت ما كانتش بعمل تقسيمة. بس اه يعني كان ممكن تجدد ولا? في بعض المدربين. هو كان عقدي خلص? كان عقدي خلص اه. اه. في بعض المدربين. الزمالك عرض عليك تجدد يعني? في بعض المدربين ايه? الزمالك عرض عليك تجدد? كابتسمعين ليوسف والستاذ احمد مرتضى. قعدوا معي. وتكلموا معي في تجديد. وكان سعيدة المدير الفني ما كانش عايزني. اه. فانا هعقد ليه? والمدير الفني ده تلقى مشان مرتضى قالك احنا بنعمل عليه مشروع. وقعد معانا. اللي هو مين? اللي هو كابتو احمد حلمي. في وقتها. اه كانوا ماسك مدير فندي. اه مدير فندي. اه اه. مدير فندي. تعرف اني. اه. وبالك في مشكلة كبيرا جدا في المدربين المصريين. ايه بقى? عارف ايه ايه? ايه. ان لو انا بتكلم معك دلوقتي هو قاعد هناك. يقول لك بس ده بيتكلموا علينا. ده عايز يمشينا. فيجي له وسواس قهري. يقول لك بس. ده هم كده بيخترعوا مشكلة عشان يمشوني. تسعين فلمية مدربين مصري كده. قولي الاول اللي عنده ثقة في نفسه. يعني متوترين من. جدا. اقول لك الحاجة فيه مدرب في وقت ملقوات حط تليفون جهوه قطوا اللبس عشان نشوفنا احنا بنعمل ايه? حط كاميرا. يعني يعني عشان يشوف. عشان يسمع. اه يسمع. اه. فده كوارس كوارس المدربين اه مدربين قابلين للتطوير فيه مدربين كويسين. لكن المعظم المعظم عنده مشكلة كبيرة جدا في عنده الثقة في نفسه اصلا. عشان كده يجي ايه فيه مدربين تروح يقول لك عايزين يجيب شباب صغير. نعرف نسيطر عليهم. فيشوف احمد دودر وشوف اعبر رحمن. لا. ليهم اسميم يقول لك لا احنا مش عايزينهم. مش عايزينهم. يقول لك لا 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 ده يا بغوزل قط اللبس. لا. دي مشكلة كبيرة دي. وانت اصلا ما تلعملش حاجة. بالعكس انت عايز الصالح العام وانت عايز الصالح العام. واحنا الاتنين كويسين. يقول لك لا. انا مش عايز حد ييجي اه احس ان فيه توطر حوالي. كده. بيفترضوا ان اه ان الدنيا ضدهم. ايوان عارف انا بغوز انا بغوز انا بكلمك في ان المدربين عندنا مشكلة في اللي انا بقول لك ده. طب اه ما خلتش يعني يعني انك تمشي من زمائك وقتها وما تجدتش. ده كرر غلط طب. طبعا كرر غلط. انت بتقول لي قالك انت هتبقى لخم خمسة. كنت سبرت. ايوة ما دلان اصدقى. طبعا كنت سبرت. والله. اه طبعا. خمسة خمسة. خمسة ده اه كان اه كابتن وسمى نبيه. اه كنا احنا اطلعان الجابون. وكان في الوقت دوت عايزين يردوني المتخب. وروح تقول له كابتن ده انا اروح المتخب. والشياء الخطر في دعوة فجرية برضو. لقيت اني اني اربعة اه واحد جاله برد. واحد تاني جاله جاله انظرين متى يالت واقف. واحد تاني تصف في التمرين. وبقى يدوروا علي انا من اللي جنبي. ولعبت بعدها بساعة اه كلموني في المنتخب كابتن محمود فايز. اه ان انا في قيمة المنتخب. وعايز اقول لك من ضمن مشاكل الادارية بيبقى اني 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 احنا في جزء الاخير بنكلم في الادارة. اه. اني اني زي مجلس ادارة اتحاد الكورة. سيدس جمال العلام يمشي كيروش ده. او يمشي كوبر ده. اللي هو اصلا بيوصل ايه? نهاية افريقيا. اه نهاية افريقيا قاسعالم وكده. انت متخيل عبر رحمن. انت متخيل ان انت وصلت ان هي افريقيا. بص بقى. يقول لك لا احنا منتخب مصر. احنا لازم ناخد البطولة. فديجي بقى كابتن حسين انه كدت معاك مشروعة. لا. كابتن حسين جاي عشان ياخد بطولة افريقيا وسعدنا دور الستاشر في كاس العالم. او لو جاي ليك كابتن حسين. اه هقول لك ده مدرب مصر واقف. ايو ما انا واقف معا انا. انا انا اقول عليه حاجة. كابتن حسين اسطورة. لكن عشان هو جاي. جاي يصلح اللي عمله اللي فات. ايوة. ان هو ياخد امم افريقيا. احنا وصلنا نهائي. ايوة. فدياخد امم افريقيا. اه. وتسعد كاس عالم. وتوصل لابعد من كاس عالم كمان. لان. لان اللي وصلنا نهائي كاس افريقيا. مشيته. اه. المشاكل ادارية بحتة. اه. لك الكرة اللي بنلعبها مش. اه ما انا بقول لك هو. زي ما واحد ايه كقول ايه. بواصل صلاح. اه بواصل دلوقتي مش ايه. بس ايه وصلاح ايه. انت هتعرف تجيب واحد زي كروش ده تاني. وربنا ما هتعرف. هتعرف تجيب واحد زي كوبر ده. تقول لك حاجة انت عرف ان برادلي ده كان مدرب كويس. لا ما انا عارف والله انت هتقول لي. انت عرف برادلي ده كان مدرب كويس جدا. مم. ولما خسرنا المطش. ماشيناه. عشان الدنيا زمت عليه. فهو ده اللي انا عايز اقوله لك. اني الفكرة كلها. اني اني الامور مش واضحة. مم. تحسبي المزايا كده تنام. تصحى تاخد قرار. يا دي مش دي الادارة. مش الادارة اللي هي كده ايه? تقعد على القهوة كده انت وصاحبك تقول ايه بص عمل ايه? لا 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 باش انا اخد القرار انا اصحب القرار. هنطلع اخد قرار بكرة. فمش طبيعي اللي اللي بيحصل. فاحنا عندنا مشاكل عشان كده اللي مشجعنا. ان انا شايف ان في حاجات كتيرة جدا. ممكن تتعمل احسن. جدا. بس عشان فيه مصالح. فبتضطر توقف. اه. انا مليش مصلحة. عبر رحمان ملوش مصلحة. فهنتقابل مع بعض الدنيا هتمشي. ايه. لكن انا عايز انا عايز الدنيا تمشي لقدام. وانت عندك مصالحة تعطلني. طب انت حاسس ان حلم انك تباريسني لزمائك ده. ماشي انا فهمت كده انت ليه عايز تباريسني لزمائك. بس ده اصلا قبل للتحقيق يعني عشان تخش جماعية ما ما هي تاخد اسوار قصة دي موضوع تاني ده فيلم. انا عملت اللي علي. يبقى انا قدامي حاجة عايز اعملها. قدامي حلم باشتغل عليه. وبعمله وبس عياله. جات جات مجاتش مجاتش. خلاص. بس انا اه جوايا حاجات عايز اعملها. هتسعى. بالزبط اللي انا اورى عليك. احنا مش ورانا يعني احنا كلنا في شغلنا او في عياتنا. احنا بنسعى. بالزبط. الفكرة كلها في ايه? ان انا مليش مصالح. فاندي زمالك محتاج حد ملوش مصالح. بالزبط. صح. ويركز في نفسه. حاجة من ضمن الحاجات اللي عايز اكلمك فيها نقطة مهم اوي. ايه. نقطة المؤامرات. ان ليه احنا عندنا فكرة المؤامرات. حلو. طب ما نفكر في نفسنا. ونركز في في مشاكلنا. ونحل مشاكلنا. في مؤامرات ولا ما فيش? مؤامرات فين? بسأل. لا ما فيش مؤامرات. ولو بقى في مؤامرة في سنة. حبا فيه مؤامرة. كل سنة? كل سنة. يا خبالك. انا هنا وقدامك او من وراك اللي بقوله ده انا بقوله في كل حتة. اني نادي زمالك عنده كنز كبير جدا لو ركز في نفسه. لو ركز في نفسه. هيعدي نادي الاهلي بشكل كبير جدا. هيعدي نادي الاهلي. بكتير. لكن انت مشكلتك. ايه الكنز بقى ده? كنز عنده كنز جمهور. النادي نفسه. قيمة النادي. قيمة النادي كنز. اه. اتخذت في حاجة معانية. لا اه. مش بركز في نفسك. انت السنة اللي فات انت بتنسحب قدام النادي الاهلي. فالنادي اللي هياخده البطولة. فقول لك انا ايه? انا انا اطلعت بقى انا ايه اطلعت اتكلمت قلت ايه ما انتسحب. دي نقطة تاريخي. مجالس الادارات اللي هما الصغية اللي هما الميديا. الناس اللي صغيرة اللي متحمس. ايه. فمجلس اللي هيعمل ايه? يقول لك انا هياخد قرار جمهوري ان انا انسحب. تيجي بقى يكمل بعد كده. ولو ما كملش. هيحصل مصائب. في عقوبات ومشاك. عقوبات. فاتلاقي الموتش اللي بعده لعب. لا. ده قرار ايه ده? سكسونيا. ما قرار ايه ده? قرار غلط. فبالتالي انت مشيت قرار الفعالي. مع العلم ان ان مفروض انت جاي اصلا شايف سلبيات السنين اللي فاتت فجاي تحلها. وشايف سلبيات القرارات اللي انفعالية. بالزبط. فانت ازاي تبقى ده انفعالي? اه. انا حاسست نادي الزمالك ده بعمول له عمل. والله الحظيم. اللي بيه التراكم ازمات بنفس الشكل ده اكيد في عمل بقى. مش طبيعي. مش طبيعي بقى. في حاجة غلط. حليني المقر النادي مثلا انا معرفش برضو. تراكم الازمات شكل واحد. من انا انا عرفه من ايام النا في الناشئين كان في مشاكل. برضو لعيبة عليها فلوس ليها فلوس وتراكم ايه? ايه? تراكم الازمات دي كلها شبه بعض. اللي صالح مين? اللي مظلوم مين? اسم نادي الزمالك والجمهور. انا بقول لك لو في اول الحالة هل ينفع والطبيعي المصلحة العامة تحكم? لو حطنا اسم نادي الزمالك. مش هو ابتدى منصور زمالكاو ده مشجع زمالكاو. اكيد ما اختلفتش. ده انا جميل جدا وانا بحبه جدا. ماشو. سيد منطحة بس انا ما عرفوش لكن انا رحت بعض المستشفيات. مستشفة الناس. بيصرف عليها كتير جدا. وراجل ربنا جزيه كل خير. امين يا رب. كابت حسين بابي مراكل محترم جدا. طبعا. هو بقيت ازمة ان التلاتة ده يقعدوا مع بعض. عشان نطلع على نادي زمالك لقدام. مش هيحصل يعني. انت ما مش هيحصل ده يبقى مين اللي متضر. لا النادي طبعا. يبقى محدش يقول لنا زمالكاو. يبقى انت بتضر على مصلحتك. اه. يعني حتى لو مش بتخبله اقعد معا لمصلحة النادي. طبعا. 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 اه. نهاردة لما التلاتة دول يحطوا ايديهم في ايديهم بعض. ايه اللي هيفيد زمالك حالك كترة جدا. قوة. قوة. قوة ان مجالس الادرات تكتفت مع بعض. زمالك بولك هيعدي الاهلي. انت النهاردة انا بزعل كابتن حسن حمد جنب الكابتن محمود الخطيب. انا بزعل كزمالكاو بقول. ما طبيعي الناس دي تبقى في حتة تانية. اه. تقول لي يا بختهم. ما طبيعي ان يكونوا في حتة تانية يقول لك ايه. اصلا هم عندهم فلوس النادي اللي عنده فلوس. لا يا حبيبي مهمة عشان خاطر المجالس الادر بتسلم بعض. في احترام متبادل ما بينهم ومن بعض. بيسيبوش لبعض بلاوي. بالزبط اللي انوار عليك. اه. فبالتالي هينجحوا. هي محتاجة يعني. اه. مش محتاجة اروح بقى مؤمرة وده بيعمل وده بيساوي. لا. في تكاتف. طب انت يعني انت كده مش مش متبني خلص نظرية ان الاهل بيجاملوا الكلام ده ما. هيتجامل مرة عبر رحمة. لكن هيتجامل على طول. اه. اكيد لا. اه. والجدول بتتعاملوا. اخو بالك ده في ناس انا بقف معها. عشان بس الكلام دي النقطة دي مهمة اصلا. الناس بقف معها. اه. بيقولوا لي كلام لكم الحقيقة ان احنا. اه. مش اكلنا من جوانا. كزا كزا مالك. بصي اللي. نقول لك انا حاجة. اه. انا في قط اللبس لما روحت نادي الزمالك. اكسم بالله العظيم. ان النادي كله بأعضاؤه. عندهم والاهلي. لو كسبنا ناخد بطولة. طب بطولة الدورة فين يقول لك لا الاهلي لو كسبنا ناخد بطولة. طب والدورة. يقول لك لا مش عايزين الاهلي نكسبه. فالمفروض انت ييجي حد قائد يغير المفهوم ده كله. مع مجموعة ناس يكونوا على قلب رجل واحد. قال للتركيز مع الاهلي وركز في نفسك واهتم بال. مع مع ان انت لازم يكون في حال التواصل مع مجالس الادرات اللي فاتت. اللي فاتت. لاني النهار ده بقول لك مرطان منصور بي. مساء مرطان منصور. واحد تعب في النادي. لما دي جي تقول له انت انت مش موجود في النادي. وما لكش لازم يجوا النادي. ده لو هو اه عايز يضمرك هيضمرك. ده ازاي جوا الشيطرة ان انا جيبه واستفاد من خبراته واخد منه الحاجات الاجابية. وارف والسلبية ما اخدهاش. اه. لكن عشان تتشر شاه اه. يا بقى يا ده ازمة ف примерно. انت انت لعبت ايه بعد الزمالك مشيت ازاي؟ بعد زي ماك رحت الاسماعيل حقق انا مركز ثاني في الاسماعيل. اه اه محب الاسماعيل ايه برضو بدون الناس حقق. بسه محبي يتريس انا. والله. اه 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 محبي تلاتة هندي دول او ليه زي ما لك طبعا في حتة لوحدها لكن الاسماعيل مسلا كان بيلعب الاهل اربعة اربعة كنت انا مع جمهور الاسماعيل اه كانوا بيمسكوا بتاع سمسمية صفرة كده كده كان براكات كان احمد عبدالله كان اعطيها صوار اصلا مش شاطر اعطيها صوار اعطيها كانت فرعة بنت لازينة كانت فرعة دامدة جدا وكان المطش ده كان متاقل اربعة اربعة كان من احسن المطشات اللي انا هو بالنسبة لي ده احلى ما كنت بأخدص من المدرسة اه كنت انا مدرستي في العجوزة وكنت بروح فين الترسنة ملعبتش فى الترسنة اه مالativ كنت بروحش مدرج وبتاع كان ابوتريكا بيعب فيها انت بتحب نادي الترسما كده من غير ما تلعب به حلو ده اه كنت بروح الترسنة وكنت بالعب اسم سوري مهند البوشي مهند البوشي جدع وابوتريكا وكان مصطفى الشركاوي وكان حسن الشيكري واحمد صالح كان مهند البوشي ده كان جامد او اه تعرف كان في وقتها مثالي كان مش عاب بياخد فلوس قليلا قوي يعني كان قاعد اه. لا لا باص يعني انا باصم معايا قوي مهندا. اه ده جامد. انت فيمني? فاللي انا اللي انا عايز اقولولك ايه? الافادة من 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 الجزء الاخير. اني ان الادارة مش شخص. انت الموضوع شغلك قوي. شغلني جدا جدا. الادارة مش شخص. انا انا مبسوط والله ان يعني في برضو في حرقة يعني من كلامك. طبعا انا انا انا. وبعدين على الاقل في حد بيتكلم بكلام مش الكلام اللي الجمهور بيحب اسمعه. معظم بيعيبت الكورة بتطلع. اه فكرة عايزة تطلع لايمة تحلل لايمة اتمرد. اه. اصلا هم بيلعبوا في حاجة في التدريب غلط. اصلا هو التدريب مش شطارة. تدريب علم. ولا علم. هم ليه بقى? ولا اي حاجة خلص. التدريب في مصر مختلف تماما. ايه عامل زي? لازم بفيه تنسيب بينكم ورئيس النادي. اه اصلاك مصالح يا. مصالح طبعا. لو رئيس النادي مش عايز يلاعب ده مش هتلعبه. ازان الموضوع مش في ايدك. انت ممكن تعمل مطشات كويه. مثلا تعمل مطشين تلاتة كويسين تخسر مطشات تانية تمشي. فيش ضوابط اصلا. فانت عيني بيحرقوا نفسهم. مين بقى اللي مسؤول? الادارة. الادارة. اللي هو انا. اه اه اه. مفهوم الادارة بقى ان انا اجيب مدرب سيفيه بتاعه قوي واديله فرصته. وصلاحيات كده شوية. وصلاحيات طب مش شوية صلاحيات. لكن ما يجيبش العيبة. انا بالنسبة لي كمجلس ادارة لازم ان انا اجيبي احتياجاتي بالضوابط المالية واخد رأي استشاري اللي ممكن ما يكملش معاي. اللي تمشي معايز هو اكمل اولا. اه اه. اللعبة دي انها مختارها كويس. طبعا ان كل ارده راح جاب مودست مسلا. اه. لو كل ارده محققشها نجاحات كان زمان جمهور النادي الاهلي ده كان وداف اه. اه. وداف اي حت. لا وهو شايل اه وهو شايل مسؤولية مودست الناس قريدي مشايلة بس هو عشان قدامها رصيده كويس. يعني هو رصيده في النجاحات في الاهلي كويس. رصيده طبعا رصيده كويس. فغط على موضوع مودست خليه يعدي يعني. لكن خد بالك هو عنده مشاكل في قط اللبسي في النادي الاهلي. عنده مشاكل جامدة جدا في قط اللبسي. دي مشاكل ليه دي ما سمعتش عنها دي Basic. اه انت مش تسمع عنها لان بيكسبوا. ايه بقى مشاكل. انت سمعت عنها يعني? طبعا انت سمعت عنها وانت ليك سمعت عنها بس ايه. والله والله ولا سمعت عنها لا. والله? لأ على لك مشكلة مع كهربة مسلا. عندهم مشكلة مع افشه. عندهم مشكلة مع امام عشور. دي دي المشكلة دول اهمية تلاتة في النادي الاهلي.Sean ب Boruck stack thinks وروح جايب لعيب مودست ومش جاهز بدنيا ولا فانين وانت عايز تركبه على اللعيب ده يبقى ده ايه ده لا يبقى بيحبه بيقرأ لما افشا يكوب بينزلك افشا ده افشا ده بعد عبدالله السعيد او بعد ابوتريكا او بعد عبدالله السعيد في الحتة دي افشا في اه انا بحبه جدا جدا لعيب يعمل الفارق في اي وقت تروح انت لعيب ينزل يجيبلك جوه ماتش اللي بعده عمل لك اسيست تروح انت معاده احتياطي عشان خاطر هو ايه بيلوه وشه او بيزعل كده او بيتقمس او بيتضايق فانت بيتل لقى في مشاكل امام عشور ماله عنده برضو مشاكل معاه ما بيعجبوش ستايله كلم ده من جوه النادي ما بيعجبوش ستايل امام عشور ستايله كشكل كده وفي الملعب في بعض الحاجات ما بيهنش نفسه في وقت من الاواد لازم ان انت تهين نفسك يعني هو صح ولا غلط مين اه كولر وفيه في مصر اللعب زي امام عشور ده بديله الصلاحيات في الملعب اه ان هو يعمل كل اللي هو عايزه في الملعب طب ما امام بيلعب وبيلعب كل المطشاته بيعمل كله امام عشور المركزه رقم تمانية مروانة عطية امام عشور قدامه مقافش اتفرج على النادي الاهلي ده يروح في حدة تانية خالص خالص اللعيب اللي بتلعب يعني نجحة كل حاجة بتحصل في النادي الاهلي بتؤدي انه بياخد كل حاجة عشان بيكسب طيب ما هو ناجح انا قلت كولر فاشل مطلوب ايه؟ لكن انا قصد اقولك ايه ان هو مقروه مش زي ما الناس متخيلوا ان ده اسطورة بعده جزيف في النادي الاهلي مفيش اسطير عشان اجيبلك من الاخر كولر مقروه؟ انا بقولك مقروه جوه قط اللبس بيحبوا بيقرأ معرفهاش والله انا بقولك بيحبوا بيقرأ اه انا بقولك بيحبوا بيقرأ فبالتالي اللي بيحصل من انجازات النادي الاهلي سببها الرئيسي مجلس ادارة لعيبة وجمهور ضاغط على الناس دي مش كولر كولر سبب انا بقولك هو سبب مش كبير ليه لان انت اصلا انت خبالك خناكم متفقين النادي الاهلي عنده لعيبة جمدة جدا جدا لعيبة تشيل النادي الاهلي مجلس ادارة محافظ عليهم يعني كابتن سيد عبدالحافيز لما كان مدير كورة لا لعيب اه لعيب زكي جدا زكي جدا فلما بيطلب انه هو ما يكونش سيد عبدالحافيز ده موجود يبقى بنحذر ازاي بقى انا يا منطق فهي كده كده هتيجي اخسروا اول ما هيخسروا ماتش والله ماتشين هتلاقي سيد عبدالحافيز زهر جمهور يعني زهر طب انت متلعبش كحربة ليه طب انت فين افشة طب انت يتبتدي بقى المشاكل تظهر لكن المشاكل وقت المكسب عمره ما تظهر استحالة انت عشان كده دايما بقولت اما تيجي تقيم مدرب بتقيمه ايه في ايه في المكسب ولا في الخسارة مدرب مفوضة قيمه في الاتنين لا لا انا قيم المدرب الشاطر في وقت الخسارة هشوفه بيتعامل ازاي بعد الخسارة اه مع اللعيبة اللي هو ردت فعله بعد الخسارة طبعا ودي مشكلات الكابتل حسام حسن هم كابتل حسام حسن كابتل حسام حسن ليه بيتحك طول الوقت لكن وقت الخسارة هتلاقي العروق عملت كده ها هتلاقي مصايب فبالتالي والله لحظه ها مصايب هل هو هيستحمل خسارة وضغط من الجمهور المصري او الاعلامي في وقت الخسارة اللي قدر الله بس كولر يعني عدب مطباط عدب طعشة فيه جمهور لا أعدب مطبط اصدي مطبط من جمهور الناد الاهلي خرج من مثلا والبطول العارة الافريقي اليهت الثانية دي السوبر اه الافريقي يباش موش مقدة اهلا الاوال الاهلي يخلي اللعيبة دي انت بتقولي قايمة وقت الخسارة الاهلي ماخدش البطوله اليه المستطهر تحت اتاحدي الافريقي دي ماخدهاش تمام وجه في وقت في الدوري في الدوري خبط المحظ اللاهلي خبط في النتائج المحظي في الدوري مالو انت بفكر ياخد دوري تاني مسلا مش هياخد. الاهلي? ايوة. ماله. الطبيعي ياخد دوري السنة دي. اه اه اه. سوا من حكامه اللي يقولوله ده حكامه. اه لا لا. معرفش ايه. الطبيعي اللي يحصل. ان الاهلي بعيد جدا. فارق نوقات كتير. اه. الاهلي كسب مية ماتشو وربعة. ما انا عارف. ما انا عارف كسب ليه. عشان في ضغط جمهور لا يقبل بالخسارة. وما بيقبلش غير بالبطولة. فبتالي لو اللعيب باربش بس كده. باربش بس كده. جمهور مش هيسيبه. فنجاح النادي الاهلي هو جمهوره. يعني كولر معلش يعني. ما يحسبلوش مسلا بنسبة كبيرة انه يكسب مسلا. يتحسب له جزء. اللي سبعتاشرة التمعتاشرة ماتشو وراء بعض متتالي. الجزء الاكبر لعيبة جمهور مجلس ادارة. صدقني. مهم بالله العظيم ما كانتش يوقف على الصبورة. كسبنا عشر متشوط وراء بعد في زمانك. عشر متشوط وراء بعد. كان فنيا ضعيف. ولك ما بيقولش عاجة. هو الله العظيم. فمش من كياس خد بالك. ماشي. وفي مدربين كويسين. وفكرهم كويس جدا. وما اشتغلش. ما تساعدهم اه. اه. يعني مثلا كنت في مرة من المرات اه كان حسام غالي بيكلمني على فايلر وكان بيكلمني على مدرب. كان بيحبه جريده. جريده اه. بسمع عن جريد بيقول له. احسام غالي. اه. 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 هلو حقق نتائج. هو خد الكونفودرالية مع الاهلي. هلو حقق نتائج يعني زي كولر او زي جار. بس مدرب جامد. اه. كولر عند التوفيق ما شاء الله حاجة جامدة جدا. واحنا كلنا خلينا كون متفقين ان توفيع ربنا اه حاجة مهمة جدا. فهو عنده التوفيق ده. تمام. تمام. فخلينا كون متفقين ان النادي الاهلي اه قوي. ايوه. قوي. ايوه. في الملعب وخارج الملعب عشان عنده جمهور متكاتف لا يقبل الخسارة وما بيقبلش غير بالبطولة. وجمهور الزمالك بيقبل يعني? ما بيقبلش برضو. لا جمهور الزمالك ما بيقبلش بالخسارة بس مزال اهلي. اه. مش زال اهلي. ليه? لاني دائما جمهور الزمالك شاغل دماغه بالازمات. انت ازمات ورا ازمة ورا ازمة ورا ازمة فبقى كله افكه قيد. اجيب صفقة. قده اطموحوا ما بيبصش على لايه? على ان هو ياخد بطولة. اه الدور ده بعيد او صعب ده. انا عايز ان انا ايه اتحرك. فخصبع عنهم. لكن جمهور الزمالك ده انت شفتو في كونفودرالي عامل ازاي? طبعا. قوي. احنا لما خدنا اه دوري وكاس 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 انت شفتو في الملعب عامل ازاي? ايه. مايقلش مايقلش خالص عن قوته في الناد الاهل. ولكن الظروف بقى اللي انت عاستو. الظروف سببها مين? مجالس الادارات المتتالية. اوكي. طيب انت يعني في حتة برضو ميزة عندك انت بتكلم على طول على العقليات وكده وبتاع. على مدار السنين والاندال اللي لعبت فيها كلها. شفت العقليات مثلا انت بتقول ليه مش عارف الاكل ما بيقولش بشكل كويس بيقول اي حاجة ما عفش ايه. في عد عليك عادات يعني سلبية مثلا في اللعيب ايه يعني العقلية اللعب المصري. كلمني عنها. طيب احكي لك على مفاجأة. ماشي. مفاجأة. ماشي. او مرة بتتسمعها. ماشي. انت عارف ان انا في تاريخ ملعبت في الاندالة كلها متعمليش كشف قلب. اي كشف طبي عملته كده بيبقى حمصي. كشف طبي لوين بم. دمي ده بم. وخلاص. عملت كشف قلب وربنا ما عملت. غير ما منتخب مصري حاجة بوين. اللي هي منتخب مصري. لكن هاتلي انت اصلا بتجري ايه? اقوى. عضل انت محتاجها في الجارية هو ايه? القلب? القلب. عضلة القلب دي اهم حاجة. هي اهم حاجة كده كده. سواء بتجري او لا. لا انا اصد اقولك انت انت عضلة القلب دي اهم حاجة. انت نبضات قلبك دي. انت انت حاجة مهمة جدا في بالذات للعيب الكورة اللي بيعمل مجود. ايه. احنا ما عملاش كشف قلب. دي مصيبة سودة. تمام. انت بقى عملت كشف منشيطات اللاعبة اللي عندك. ما بتعملش. طب في لعبة بتشاب سجاير. كتيرة جدا جدا. جدا. وبيشيشوا. ده كتير. شو مش عارف بقى دي كمان. لا عارف. ايه. ما بيعودوا في القفادة وبيش عبوا الشيشة عيني عينك. ها? ويجي المطش اللي بعده اه مش قادر يجري. يقولك الشيشة مقدش هستغنع انا. هل ده طبيعي? هل ده طبيعي? والله بس فيه مدخنين جمدين. فيه طبعا. في الملعب. اه طبعا. انا اقولك على حاجة فيه لعيب قلي. لعيب كبير. اسم كبير. اه. لو مشربش السجارة قبل المطش في الحمام مش هارف لعب. مزاجه مش هارف. اه. وده طبيعي. اه. ده طبيعي. عشان كده لازم يكون فيه دكتور تخزية. ولازم يكون فيه دكتور نفسي. بس الناس متخيلة ان التدخين مسلا ده. لا مش في الاندية الكبيرة مسلا. يعني فهم? الناس متخيلة ان ممكن لعيبة اللي هي. لعيبة بقى الدرجة. لعيبة كبيرة طبعا. بيشربوا سجاير. طبعا. بيشربوا سجاير. وبيشربوا شيشة. اه. فانت عندك سجاير. والشيشة. وصهر. ودسكوهات ونسوان. ومعرفش ايه. وتيجي في الاخر. تقول لي. وديجي في الاخر تقول لي بقى لعيب كرة محترف. لعيب كرة محترف ايه? تأنهي ده لعيب كرة محترف. تعاقب اللعيب. لازم تحاقبه. لازم توقفه. لشان يبقى عبرة لزميله. ما الجيش تدفع عنه. كلنا معرضين. للاخطاء. للاخطاء. ايو. لكن لازم يبقى فيه حاجة توقف الخطأ ده. اه. هي بتبقى ايه? لاما ستر من عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص. اتزال. لاما حد. بيقفلك. بيقفلك. صح. ما نبررش الغلط بغلط. مم. وانا جاي منين انا مش عارب مانا. لانا بقول ده طبيعي. مم. ولا انا بقول حاجة غلط. لا بتكلم صح. طبيعي جدا. اي حد شايف انه ريح في اتجاه غلط. ايه خصم فلوس. ان كان لعيب مسلا بياخد خمساشا. لما تخسب منه خمسين الف جنيه. طب واحد. اشيحس. 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 لكن لما توقف. لما بيقول. لما توقفه. اه. بس دلوقتي فيه لعيبة واصلة مرحلة ان هي ما حدش يقدر يوقف. يعني انت لعيب مسلا مهم. ليه ان شاء الله. يبقى مجلس الدراءة يمشي. يبقى مجلس الدراءة ضعيف في اي نادي. يبقى اي مجلس الدراءة يبضعيف. مجلس الدراءة اقوى. حاجة جوه النادي. يبقى عايز تقول ان اللعيبة ده محتاج دبط اكتر من كده. طبعا. صح كبير? طبعا. ويبقى فيه سقف للتعاقدات يبقى فيه. انت انت يبقى فيه مرأبة كمان. مرأبة على 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 اللعيبة دي. اي. انت فاهم? فبالتالي انت من نهار ده اللعيب ده سلعة. صح. انت بتديله فلوس. هو انا عايز اقول كمان لعيب. عشان يفيدك. اللعيب ده كمان. مش بتديله فلوس. عشان روح يصفر. اه. لا لا يبدأ كمان يعني يعني ملك. يعني 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 زي ما انت عمد حاجة قيمة وغالية. عشان بس الناس تبقى برضو بتتفرج علينا. ايوة. والحلقة حلوة وبتاع. جميل. يعني الكلام على على فتوح مسلا. فتوح ده عمل مثلا راحبة عربية. انت هو وقت بتمشي بسرعة. اكي. وانا وقت بمشي بسرعة. صح ولا? طبيعي في وقت من الوقات حاجة تحصل زي دي. وفي وقت من الوقات. في وقت من الوقات ربنا بيسطرها معانا. اه. انا بحيز اقول لك على حاجة. اه. لما هو فتوح او 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 او. ايه البوادر اللي كانت بتحصل عندي فتوح مجلس اللي قدرت دخل فيها? لأ. يعني مثلا. انا عبد الرحمن مثلا بيقولوا عليه. بيقولوا عليه. ان هو بيصهر. لازم انا شوف ايه? اسأل. انا كقدار بدي فلوس لعبد الرحمن. لازم اسأل هل هو بيصهر ولا ما بيصارش. وابتدي ان انا ايه? رأبه. اه. اعرف هو بيصهر ولا ما بيصهرش. انا كمان هجددل بفلوس كتير. انا. فتأكد هو بيصهر. اه. تعال يا ابني. لو روحت كزا 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 تاني احسن مشكلة. فاللعيب روح. اوقفه. ده لو بيجيب لي. بيجيب لي دور الابطال افريقيا. انا اوقفه. المنافسة عبين الاندية على اللعيبة بتخلي النادي مقيد. اه. اه. بقى المنافسة دي تخلي اللعيب يطلب اللي هو عايزه ويصهر ويزكر. يا جماعة ازاي اللي انتو بتقولوه ده? انا بقول. يا جماعة غلط اللي احنا بنقولو ده. غلط. في توقيت بتحاول. غلط جدد لفتوح هتعرف تكلمو في حاجة? يعني. هي دي ده. غلط. ده لعيب. انا بقولك الواقع يعني. كلنا معرضين للغلط. ايو ايو. دي. عليه فين? وبيطلع عمشان مرتضى منصير يقولك ايه? مجلس الادارة مراحلوش. مجلس الادارة. مجلس اادارة ايه? ده مجلس اادارة مفروض اصلا. من من لازم من الاول خالص من سنة من سنة كان اصلا وقف اللعب ده. مكنش وصل لي عبر احمن. كان فرض عليه الانضباط. طبعا. مكنش وصل للحصل ده. هتقول لي ده مو مش على طريقة سريعة. لا الموضوع مش على طريقة سريعة. لا ده قصة تانية خالص انا مش مش قصة فيها اصلا بس بش طريقة غير مباشرة. مش مش. اه. انتفاهم? فبالتالي احنا لازم مجلس الادارات ما تبصش على الجمهور. وعلى شعبية اللاعب قد ما تبصه يبقى فيه ضوابط جوه الفريق. وهو ده اللي بيحقق ايه? النجاح. هتيجي تقول لي لي مثلا لعيبة في الناد الالك عربة ما عام شون بيصاروا بيعملوا بيسووا بيخصب منهم فلوس. برضو ده غلط. خصم الفلوس مش في الاوقات دي. اصلا انا مفوضة وقف اللاعب. عشان خطر اللاعب ده ما يعملش كده تاني. مع العلم ان اللاعبة دي كلها لعيبة كلها كويسة. فبصعبان علي ان انت تضيع يوم من ايامك في الكورة. كان ممكن تبقى في حتة تانية. كلاعيب انت النهاردة جامد بس كان ممكن تبقى جامد اوي 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 اوي. فو ما تتخيل. الزبط كده. الاسامي اللي احنا بنتكلم فيها دي لعيبة جامدة جدا جدا جدا. ومن اللاعب الكويس. اه واحد يقول انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت ايه يعني ما اقول لك لا احنا برضو انا بخلط. ام. بقعد مع نفسي وقول لا مش عايز اقرار الغلط ده تاني. ام. ايه القرارات اللي انت عملتها و مش مش اصدق اخطاء يعني. اصدق قرارات العمات الان الغلط اللي انت عملتها وانت ابتلع في الكير بتاعك. مثلا متضمن الحاجات ان انا اه عندنا مشكلة كبير جدا انا بسك. بسك يعني بسك في الحوالي او. تدي الثقة. اه. بص شايف الكوبية دي. اه. بديها لعب الرحمن. خدها عبر رحمن. فعبر رحمن بياخد. فتلاقي عبر رحمن بيه ابتدى اسلوبه وطريقته. بتبقاش كويسة معي. فانا بعمل ايه? باخد الكوبية تاني برجعها. اللي هي الثقة? اللي هي الثقة. اه. فتلاقي نفسك انت بتقعد مع لعيبة تتكلم بشكل عام على على مصلحة النادي. اه تفاتح تتكلم. على مصلحة النادي. فهم الله. لان دايما انا مصلحة النادي دي تهمني في المعقبة. اه. مش نادي زمانك بكلم فعين اه. فتلاقي لعيبة تروح تقولك ايه? تنقل. اه. ليه بقى لانهم عايزين سايبان. عارف انت اللي هو ايه? اه اللي عايز يصغر ولا عايز يروح يجيب حمام بالليل ولا عايز يروح ما عارفش ايه ولا عايز يروح ايه ولا عايز يقول ايه. تماما غلط. كل حاجة دي غلط. كنتش بتاكل حمام بالليل? مش. لا كنت باكل. بس مش كل يوم. مش كل اللي ماتش. مش في وقت ماتش بكرة او بعد بكرة. اه. انت في موجة نظري. اه. انت بتيجي في وقت من الوقت لو عملتها مرة مش تعملها مرة واتنين وثلاثة وعشرة. اه. ما تبقاش اسلوب عندك. تبقاش روتين. روتين عندك. اه. انت في موجة نظري. ما احنا كله انا ملك. ما انا بغلط. اه. لكن مش ما تكررش واحد غلط ده تاني. اه. ده قصد. هفكرة في حد برضو لعيب من تمن اللعيبة اللي كانت بتلعب في النادي زي ما اللي بتلعت في بودكاست تتكلم. مش عايز اقول اسمه برضو عشان انا بحبه قول. قالك ده بيتعامل عمل للعيبة ببينها من بعض. اه. والشرطات ومش الشرطات. ايه. ايه. تتهزر يا ايه. ده ايمة الكلام ده. لا سمعتها كتير. اه. اللعيبة ببينها وببعض ما حصلش الكلام ده استعالة. سمعتها كتير. لا 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 خالص ده رواني يا عمل لك. ايه. ايه. بمناسبة خلط امر قال لي كده برضو. ما قالش على النادي. انا بقولك ما حصلش legacy. انا بقولك ما حصلش ما فيش لكنك عمل عمل للاعب. وانا بقولك سمعتها من كذا ح Reading. ايه الدليل انا ما حضرتش. اه الدليل. ايه الدليل ما حصلش. ما حصلش. انا ممكن بيحصل ليه بقى معمل. ممكن معرفتش انت لو. لا 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 يعرفتش ايه ده انا كل يدبت ان انا كنت بعرفها. ممكن ايحصل مثلا اه مثلا اه اه عدايل في بعض عدايل اللي هو ايه عارف انت الستات اللي هي بتبقوا كده شو دهت كده فانا عايز اقزي ده جوز ده واعمل ده. اه بيعمل دول اللي بيعملوا الاعمال قولتك. لكن اللعيبة بينهم وبعد لأ. لعبت الكرة فيه فيه. بقولك لأ مفيش الكلام ده في في نادي الزمالك حصل. انا بقولش فين محددش. انا بقولك اللعيبة جوا نادي الزمالك بالعكس ده كل اللعيبة اللي كانت موجودة في نادي الزمالك كلها لعيبة محترمة جدا. كل لعيبة ما بينها من بعض. اه ممكن ناظر. خبالك انا عامل لك عمل انت تقول لي لا انا هروح لك المغرب انا اروح لك تونس انا كده. انا عمري ما حد جاء اللي اجابة دي اللي هو ايه? لا ما بحصل. ده يعني انا انا متفاجئ. طبعا انت مفروط تسأله تقول له ايه الدليل ما بينك وما بينه حتى مش لازم يقولها. اه. مش يعرف. يعني زي لعيب ولك ايه في شرطات وليته بقول لك بياخدوا. بقول لك بياخدوا حاجات. ايه بياخدوا حاجات يعني عفريد بيخش ياخدوا حاجات يعني مش. ممكن يكون البوكسرات بتاعتك بحشة مسلا فبيرموها مسلا. ايه كلام ايه ده? ايه ده? ايه ده? انا هزر يا جماعة غلط. غلط عبر حمري. ايه يعني ايه عمل? عمل ايه بوقف ان انت تجيب جون مسلا? بي. احكي لك على موكب بقى عارف. احكي لك على موكب بردو اصدق جيب بالي دلوقتي. لعدة حلوة يعني. كانت الحسم حسن. اه. اه. اه كنا عندنا مطش معطلقة الجيش كسبنا ستة. ماشي. فالمطش التاني عندنا الداخلية. والمطش التالي اتحاد الشرطة. مطش الداخلية ده. اه ابتدى ان احنا نضيع حوالي تلاتاشر اربعتاشر فرصة. ماشي. فعلك بس ده كده ايه? في حاجة. في حاجة. معمول عمل جوا النادي. فطبعا انا اول برس مع ايه? الكلام ده. انا اسمعه اه بيتعمل مش عارف فين في الفيوم. بتعمل في المغرب. بتعمل مش عارفه ضبع. ايه. بس ما عيشتش بردو. فين بقى تحت ايه? ما عيشتش الكلام ده. تمام. فالمهم جابوا لنا شيخ ارى كرآن ده بحنا اه عجل وخروفين. وهم ايه في المطش اللي بعد اتناشر ضيعة اتناشر فرصة وتعادلنا. فانا كنت شايف اني لأ كان مفروض مسلا ايه اللعيبة يعني. كنا كان لازم مش عارف مين ينزل. اه اه اتكلم فني بحت. اه اه اه. فبنقول لأ ده كان مفروض ده يحصل. كده عادي يعني. قال لك لأ احنا معمول لنا ايه. اعمل. فبتديت اللعيبة ايه? بيتروح البيت بناخدها بهزار بناخدها بدي احكي فكينا. فعملنا اجتماع قلنا انا عملنا اجتماع. وتكلمت قلت يا جماعة لا مش الكلام ده. مش عشان نركز مع القصر. لا يعني انت هيجي لك فرصة قدام الجون. هتروح موديها. فوق. ايه اكيد انت مش موفق. اكيد انت في حاجة غلط فيك. هاول نركز الاسبوع ده. عشان ايه? برضو بتتكلم فني. فني. عشان تركز الاسبوع ده. لو انت الكرة جات لك كده كان في العيب يعني جات له كرة قدام الجون فطلعها. برة. ايه. فبتديت انا ايه? ادي له الكرة بالعرض وحطها. ادي له بالعرض وحطها. ادي له في يوم المطش. طب عكبت حسان مبريم الحسن دوني بحبهم جدا. لقيتهم جايبين مية بوار بكوت. اول مرة اسمع ان ايه مية بوار مية كده طعمها وعش اول كده ما. طعمها غريب. اقول لك هو السنة بيشربه والحاجة. لكن انا ما عارفش. مش انا عارف. المهم ايه? ليه باشا بمية كده. لوح تعامل ايه ده? دي مش مية دي. وليد واحد جاي بملح. يريمو في وشك. في قط اللبس قبل المطش. مصحبه مصحة. فروحوا الوقت اعمل في التوفيق. جات له بتاعة الملحة دي في عينيه. هلقى? ايه دي احنا في مصرحية ولا ايه? ايه اللي بيحصل ده? والشيخ عادي يا راكر اه. نزلنا المطش. ورحمة طبعا يوم المطش. ايه. والله يا عبدالله وبخور. طبعا انا كده بنحط بخور بس مش اللي هو اللي احنا فيه ده. اكسم بالله يا عبدالرحمن نزلنا ضيعنا سبتاشر الفرصة. اه. واتعادلنا. برضو. والكاتل وسبحان سميشي بعدها. ايه ده احنا بنوهم نفسنا. مصحب ببعض. لو جات لك لعبة سلا. مرش ملحك فاي. مثلا. اه. كان عزودي ملحك. ما العجبة اتبتدت ان هي الناس اللي اصلا عندها قناعات في دماغة. عندها العزر. عارف ايه? عندها العزر. اه. 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 انا انا كويس بس هي في مشكلة. اه بالزبط. اه. انت لو في حاجات زي كده. ما تشوف مشاكلك الفنية ايه? ونحلها. لكن تبقى مشاكلك طول الاسبوع. اه اصلا في عمل هنا وفي عمل هنا وفي عمل في عمل هنا وفي عمل هنا. اه. فاهم انا اصلي? اه. لكن الحاجة الوحيدة اللي انا شفتها ان في حد كذا كذا. مراد ده مع مراد ده عمله اعمال. قصة. برا اصلا الفريق. برا قط اللبس. برا اي حد يقول الده ببيهجس وكدب. وهتلق على التليفون. اقول له فين حبيبي شفتوا فين الكلام ده احنا عالي ايام نحنا? بفيش الكلام ده. ماشي مش خصتنا دلوقتي. اه. اه اه. اه. اه لا هي. انه عايز اقولك انت اكتشاف انا امات فرج عليك على طول معميده وكده بس لا. اللي انا شايفه دلوقتي ده. حاجة طيب اه. 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 قولي ماشرات الاهل والزمالك اه. 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 عشان برضو كن كان فيه حد يعني بيقول لي ان لأ انت الاهلي نفسيا بيبقى كسبان قبل ماتشو كده. في الوقت بتاعك وده كان حاجة حاجة كده. مش مش حقيقي احنا لما كان في وقتنا كسبنا ماتشات ودعادلنا ماتشات. باش انت عشان خطو جيل بتاعك وكان سنتين جامدين. صح? طبيعي. نادي الاهلي نادي قوي جدا. اه. قوي. منظومة قوية عنده لعبة كويسة جدا. عنده جمهور قوي جدا. واحنا الحمدلله كنا فريق برضو. كنا فريق قوي جدا. قوي جدا. قوي جدا جدا. وكنا احنا في اندياتنا. ماشيين بشكل كويس جدا. فالماتشي بيبقى ايه? سجال. اه سجال. انا كن هدفي في ما كنا بنقعد مع بعض ان انت لو تعادلت مع الاهلي او او كسبته او خسرت منه انت حدفك الاكبر ان انتاخد البطولة. اه مش عايز توقف عند الماتش ده كتير. بالزبط. الله نور عليك. ايو ايو فهنك. سواء انت خسرت او تعادلت او كسبت. في الاخر هو ماتش اه ماتش طبعا كبير وماتش دربي. بس انت بتبقى الهدف بتاعك ان هو يوصل للكلام ده. اه. لتاخد البطولة نفسها. وعلى فكرة فريرة فاكر ماتش الموالين اجابت فيه ضربة الجزاء ده. يعني. اوكي. كان في الديئة تسعة وتمانين متى ايال. بعدها اه مش مش من نادي. لان كان في الوقت دوت اه كان في مشاكل ما بينهم مشاو مرتضى منصور. اه مشاكل جمدة جدا فالراجل ما تقبلش الكلام ده. ومش. وراجل عينة دي شوية عينة دي اوما بيه اوقات بتبقى انت ايه برضو ايه لازم. سايس امورك. سايس امورك اه. اه. لكن هو كان عند جدا. ومشي. ومشي. وكان ساعتها بعدها بقى ايه? الدنيا بلدت ايه? طبوس. طبوس. حاولت ان احنا نجمع بعض تاني. للأسف. اللي عيبة بقت عايزة تمشي ايه واللي عيبة بقت. فكت. الدنيا فكت. اه. بالضبط. فكت بشكل كبير جدا يعني. اه. فماتشاط الاهلي. في لقطة او جون دخل فيك مثلا اه نفسك تمسحك بقى استيكا ما يبقاش حصل في الكيل بتاعك. لا ليه. انت بالنسبة لك انت في الكورة يا عبد الرحمن. في الكورة كل واحد فينا معرض لاخطاء. ولينا ايجابيات ولينا سلبيات. صعب بيبقى في خطأ بيعلم قوي. تقول لي يعني ده بالذات ياريتو ما هنحصل. ما بيعلم عشان خاطر اللي اللي بيتكلم اه الفكرة نفسها. مثلا يعني جون افونا ده مثلا. في النادي الاهلي. قلتش قلت كنت هاجي. لا لا عادي لا عادي انا اقول انا عادي. ايه. المشكلة في خطأ ما ما بين تلات لعيبة. انا لو دلوقتي جبته مصور. الصورة اصلا متفبركة. تلو جبته مصور. مصور شاطر. هيجي صورك عبر احمد. لاي نفسك بتعمل ايه. عملت كده. فهيقولك ده نايم. يقولك ايه ده نايم. ايه فاهم. اه فاهم. اه. لبس ها بكلمش على على الصورة. الفيديو نفسه. يعني. فعلا كان فيها خطأ. بعدها. اه. بعدها مصطفى فتحي. مسك رامر ربيع راح مركبه موديسكل. طيب. راح عمل كده. طيب. قبلت رامر ربيع. لا انا عايز اوصل لك ايه. ان فيه اخطاء. حتى قبلت رامر ربيع. تم رامر ربيع تل على مدار كارير بتاعه لازم يكون فيه بالذات لم يكون مدافع وحارس مرمى. اه. لازم يكون فيه اخطاء. هتترقص مرة اه. 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 يعني اللي بيتفرجوا يعني دول في الخماس يعني مقطعين الدنيا اللي بيتفرجوا ما اكيد برضه بتترقص واكيد بتتعمل واكيد. اه. انا بيشتغلوش لعاب الكرة. ما انا فاهم. بس انا اصلا قولك ما فيش لعاب الكرة ده بيخطأ. ايه. بعدها ايه اللي حصل? روحت لمنتخب مصر. ما اختلفتش والله. اللي انا عايز اقوله لك. كل ما كنا ساعات الواحد يقول ليه يعني اللقطة دي لو ما ساعات لها كده. لا 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 عادي ليه. والله انا متركز مش مدايقتكش. ولا اي حاجة. طبعا ده في وقتها عشان خسرنا. اه. لا وبعدين بقى بقى سوشيل ميديا. ولا اي حاجة. ولا في دماغي. ما بتركزش. ما انا لو ركزت مش اعرف عادي. ما انا بسأل. لا طبعا. معايد. جدا. عادي جدا. وغزق من الكرة بالنسبالك مفيش مشاكل. جدا ده ده ولا اي شيء اللي اني لعيب الكرة. مم. لازم يمر بسلبيات ولازم يمر بايجابيات. جمهور الزمالك ظلمك في وقت من الاوقات او حاسنت ان. عمره ما ظلمنا. فعلا. اكسم بالله جمهور الزمالك ده احسن جمهور على مستوى الوطن العربي وافريقيا كلها اللي اني بيعرف يقدر اللعب. خبالة جمهور الزمالك ما بينساش حد. جمهور الاهلي بينس اي حد. مش فاري معا. الله. اه والله بكلم بجد. ليه يعني مش فاري. انا بقول لك اه. ايه جمهور الاهلي بينسى دي يعني ايه. بينسى اي لا عب عادي وعايز اللي قدامه دلوقت انت كويس. خير وبركة مش كويس يا الله يا ابن اتكى على الله. نادي زمالك لأ. يشير اللعيب في وقت ازماته اكتر من ايجابياته. ام. يعني لا جمهور اهلي ما بيستحملش اللعيب هو وضحي جمهور الزمالك يستحمل. جمهور الزمالك يستحمل. ممكن تيجي من حتة ان انت بتقولي الاهلي ما بيرضاش غير بالبطولة بتاع فما عمدوش مرونة للموضوع ده. ولا بتعتبرها ايه. وارد. وارد. بس صدقني جمهور الزمالك حاجة تانية خلص. اصلا هيقول لك احنا بنشجع. سقافته مش احد يكون زمالكاوي. ايه بقى مواصفات الزمالكاوي. مواصفات الزمالكاوي ده ده شيء الحمل ابن لزينة. هو طبيعي. ان يحصل كل الازمات دي. وفي الكونفدرالية. تلاية مصر كلها في المحافظات الجمهور موجود في الشارع. مش طبيعي يا عبد رحمن. مش طبيعي. جمهور الزمالك ده جمهور عظيم. لما بقول جمهور عظيم. انا مش بميز عليهم. جمهور عظيم. كمل ازمات اخر. خمس ست سبع سنين. ازمات تخلي الجمهور اصلا يكره الكورة. ومع اول. ومع اول مكسب. ومع فرحة. تليه وش رد. وبقى الحياة بالنسبة له بقت جميلة جدا. جمهور زمانك ده. حاجة جامدة جدا مش هيعرفة غير الزمالكاوي. لكن جمهور الاهلي مثلا. مثلا. كسب مطش. التاني. التالت. العاشر في المطش الحداشر. واللعاب ده مكسبك في العشر مطشات. ايه. وعمل مطش ويعشي قولك يالله فده يمشي. مش قوي كده. في ايه يا عم. يا عم يا عم ده. كهربة تعالى بص على الناس. اه كهربة ده من احسن اللي عم انا لقبت معه. وسامة ابو علي ما كان اشغال هيعمل ايه طيب? هنعمل ايه? النهاردة ما هي دي. النهاردة انت محتاج وسامة واحتاج كهربة. طبعا طبعا. ايه مشكلة? انا بكلم ان الكهربة نفسه في وقت من الاوقات ايه اللي بيحصل? ان الناس بتيجي عليه? وربنا كان عايزيني مشهوه. جمهور الناد الاهلي عايزي مشهوله بس الكابتن محمود الخطيب ومجدس الادارة. عايزينه. الراجل عايزي مشيه. وبعد من الجمهور مش عايزينه. عمل عمل عمل. ده ده هو اللي كان شايل اه الناد الاهلي في حتة المهاجن. صح. كانش في مهاجن. كانش في مهاجن. هو هو اللي هو اللي حل المشكلة دي. دي حقيقية دي حقيقة. هو ده اه هو ده الجمهور ما بين الفرق ما بين ده. والفرق ما بين ده. هتقول لي ده صح? هقولك اه صح. بس مش في وقت ملقواد تقلب القلبة دي. ان لو لعيب مش موفق ما تشيله. ما كسبك. ست قلبك جامد اه بتتكلم ايه? لأ مش قلبك جامد. هل ده اه هل ده مش بيحصل? ملكش دعو انت. 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 ما انت اصلا عارف الرد على مضادة ايه سهل قوي. احنا بنشجع على النادي. ملناش دعو باللاعيبة. اه يعني شجع على النادي. يعني. 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 النادي اللي تسعين في المية عامل نتائج كويسة ومع اول مطش تبوحش فيه تقلبه عليه. انت انت بتعايز تقول لي ان في حاجة اسمها رصيد. في حاجة اسمها رصيد. في حاجة اسمها مفيش في مفيش توفيق الفترة دي. مم. لا مع جمهور الاهلي لو مفيش توفيق امشي. او والله بتكلم مجد. ماشي. مين اللعبة اللي كان او اللي السنة دي يعني او كده عموما نفسك ينضمه لزمالك. سيبك بقى من الامكانات المادية او كده. يعني لو فرضنا يعني ان ينفع تجيب اي حاجة. بتختار مين مين اللعيبة اللي. انا بالنسبة لي لقى النادي زمانك محتاج لعيبة. ايو لا ما بقول لك سيبك من حتة المادية. مسلا انت عندك لعيبة اللي زمانك محتاجها. مسلا. انا راجل دلوقتي متابع. اه. ولازم من مفروض يبقى الناس اللي بتتابع جوه مجلس الادارة اكتر. ماشي. يعني لو انا بتابع فريق. مجلس الادارة ده يتابع كل الناس. حلو. حلو. يعني والله. طبعا. اوكي. ادي اتنين. عندك مصطفى زيكو ده. لعيب جامل جدا. من ايام الحرس. وانا قلت لازم يجي. جنق يا بوكا. في فترة من الفترات كان لازم يجي. اه. عندك عبدالرحمن مجد في الاسماعيلي. كان لازم يجي. خلاص. عندك محمود رزق في نادي فيوتشر. المدافع. طبعا. كان يقدر يجي. هيبقى حسن من اللي عندك. كان عندك عبدالله بكر في وقت من الوقات كان ممكن يجي. هيبقى حسن من اللي عندك. واحد زي مصطفى فتح ده. ما مشهوش. في فترة من الفترات. فانت بالتالي عندك لعيبة كتيرة جدا جدا جدا. كنت تقدر تجيبها. فيش رمضان صبحي مثلا في القصة دي. انا قلت من زمان جدا نفسي رمضان صبح يجي. لكن انا بقى هفضل اقول نفسي هو وخلاص بقى حدوتة برضو رمضان. كل سنة نقول يا رب يجي وما يجيش. يا رب يجي ما يجيش. مش تبقى سهلة يعني. رمضان هو اللي محتاج الزمالك. مش احنا اللي محتاجة. مش هتبقى سهلة ان بيرامز يسيبه. لا سهلة. ميه الليل كده. سهلة? اه طبعا لو اي لاعب عنده الرغبة ما احنا جيناك كلمنا على زيزه وقلنا ايه لو هو عايز ما يجددش مش هيجدد. فرغبة اللاعب رغبة اللاعب اوقات كتيرة جدا بتحكم ان هو يروح الزمالك. لكن الرمضان صبحي لسه وخدها مني لسه عنده امل صغير ان يرجع النادي الاهلي. اه. وانت حس ده ممكن يحصل? اه يحصل. والطبيعي يحصل. انه يرجع الاهل. اه طبيعي اه. ايه مشكلة يعني مش فيهم يعني. مو معشور مش هتم النادي الاهلي. مش هتم مجلس الادارة وروح. المشكلة. ما الرد بقى تقال في القصة دي. يا عم رد ايه وتعيي عم عم ده ننألف. رد واحد شتم. لو انت ازا ان انت او رمضان صبح شتم. لا مش هتمش اختار اختار انه ميروحش الاهل. ايه اللي يختار ما يختب. يعني اكتار من مقابل المادي. بالزبط. ايه المشكلة? هل هو ازا النادي الاهلي في حاجة? لا يعني هو بيقولك الاهلي اه ازا دفع في اعارة واتنين وكان مصاب معظم الاعارة التانية وبتاع وعلى مو مع ذلك اختار ان هو مش هلش الحت. انا رأيك اقدار انا محتاج انا مطان صبح دلوقتي ما انا هجيبه ما انا جيبت امام عشور. ده انا ده لو عبدالله السعيد في عزه لو عايز يرجع النادي ما انا هجيبه. امام عشور ده انا مليون مرة ان سبب من اسباب الايام هتعدي. والسنين هتعدي. لكن موقف امام عشور ده مش هيعدي. ان يروح النادي الاهلي. يا. طبعا. وافتكر الكلام ده بعد. تقلق الغلط ارتكبه هو خارج النادي. ايه كان الرد. طب وده المصيبة. ان هو غلط في النادي. غلط في النادي من خارج النادي. ايوة. وفي النادي منافس. فانجيبه ليه حل النادي الاهلي امام عشور لما يجي عن النادي الاهلي هياخد بطولات. ما وقت اكده النادي الاهلي باي إمام من غير إمام. هياخد بطولات فكان كان لازم انه يجيش امام عشور النادي الاهلي. انا لما كان مجلس الادارة. ده له امام عشور ده هيجيبلي بطولة ما كنتش جيبته. واننا ساعيته في وقت من الوقات ما يجيش بقى بعدها وقول اي ما قلو الحضري عمل. طب رمضان صبحي عمل. طب مشرف اكرامي عمل. طب احمد فتحي عمل. طب عمل ايه? ده ولا عمله اي حاجة الناس دي. لا فتحي ما عملش. لا انا اصدر امه مشي. ايو. احنا احمد فتحي ممكن في وقت ملقات يرجع يبقى مدرب يبقى. عادي لا. ناحية ادارية. لا في بعض بجوله لك ده راح برامدز. ده برامدز ده اللي هي الحاجة الوحشة قوي اللي بيتزعى الجمهور النادي الاهلي. مسألا. فانت بالتالي ايه اللي بيحصل? اي العيب راح برامدز. يا رجل ده مسكو حسام البدري لما ر دلو. ايه ازاي? ايه هو عمل حاجة حسام البدري? لا. طيب هو البدري بتكلم بيه. ما سابش الاهل يعني. فتحس ان هي ايه ماشة بالمزاج ما تعرفش. الامور مش. متفصلة يعني. اه مش طبيعية يعني لو امور طبيعية خلاص انا عملت دايب اعمل ده وده وده وده. مش بالمزاج هي. طيب اه السنة دي بالنسبة لك مين احسن ثلاث لعيبة في الدوري? احسن ثلاث لعيبة? ام. يعني او اي عدد يعني بس يعني مش كتير قوي يعني عايز واحد اتنين ثل كده ام. الثلاث لعيبة بالنسبة لي افجأ. رخم واحد? اه. وزيكو. رخم اتنين. اوكي. نايس. والوحد كمان. واللعيب اه ومصطفى فتحي. ومصطفى فتحي. بما انه مركزك يعني بيعجبك عبد الملعم? اه طبعا. بس مش من الثلاثة. لا. ولا نسيته? لا 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 مش من الثلاثة. لا. مش من الثلاثة? لا. بس انا شايف ان الثلاثة دول هما دول. اه. اه. يعني افشة. ونسيت مصطفى شبير. مصطفى شبير. اه. مصطفى شبير واحد من الحراس الجاملين جدا. ده حياة. جدا. 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 وعقلية محترفة جدا. وحاجة جميلة انا. انا مصطفى شبير ده على مصطوى الشخصي بحبه جدا. وكمان اه شافه مصلوم. وجود محمد الشنوي. مكتفه. مكتفه جدا. خب بالك مصطفى عنده الامكانيات اللي ممكن تعلى كمان. اه ويشيل. لا يشيل السنين السنين. عقلية. عقلية الاست مصطفى شبير ده يجي نادي الزمالي. اه صعبة دي اول. انا بقول لك كنت نفسي انا كزمالك اوي كنت نفسي نادي زمالك محتاج حارس بالمواصفات دي. انه دايما طول الوقت عايز طول الوقت عنده استمرارية. عواد حارس كبير ومحمد صبح حارس كبير لكن الاستمرارية بتاعيتهم مش كويسة. والله. اه طبعا. ام. مش كويسة. لكن ممكن يديك خمس مطشاك كويس ويديك مطشين تلاتة كده ايه. ام. كده. لكن مصطفى شبير لا يقدر يديك على الا اقل على الاقل خمسة شبير ده كنت نفسي يجي نادي الزمالك. ام. كان نفسك تحفر اسم اقوى من كده كمسيرة لعب في الزمالك? اه طبعا. طبعا. يعني حاسيت انها مش كفاية? طبعا لا مش كفاية طبعا. كنت نفسي اه طبعا. كنت نفسي حد ما اعتزل كمان. خبالك برضو من ضمن الناس اللي مش عارفة ان انا بطلت كورة عشان اتصبت. انا جالي قطع فترة اكيلة قطع فترة كدس كلي. ده مش عايز اقول لك من اصعب العمليات اللي اتعملت. ايه. صعبة جدا جدا وانا كما بقى عندي مشكلة كبيرة جدا في الجنبات. في الجنبات. اه. طبعا. اه. اه. اطع ده تجد تعمل جنب عندك هاسس انت هتزل تقطع تاني. ايه. كمان انت كنت شو قدر يلعب اكتر من خمسة واربعين دقيقة. اه. خلاص. بلا يا رجل ورمت. اه انت مش بلاي ميكر يعني. انت بحتاج كل شيء تتنطق. ايه. وتروح تضغط وتعمل ترنات. لا لا صعب. كان الموضوع صعب جدا. بدناها يبقى صعب. اه. حتى انا اصلا بطلت كرة انا عندي اربعة وتلاتين سنة او تلاتة وتلاتين سنة. كنت كنت مخطط الابعد من كده. اه. كنت مخطط الابعد من كده بكتير كمان. بكتير. لكن طبعا كل شيء نصيب يعني. انا الحمد لله برضو اه دايما مقتنع اني مهما هتعمل مش هتاخد اكتر من نصيبك ورزقك. اه. اه. نصيب الاكاديمية بقى لشان تركز في الاكاديمية وارد. 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 وارد فعلا. وارد طبعا. مين بقى المدرب اللي قلت لي في اول الحلقة عندك مشكلة معها. قلت لي مدرب واحد بس اولا خليف اخذ الحلقة. اه اه. ده المدرب اللي اثر في في نفسيتي. انا ما بتأثرش. يعني ما بتأثر غير بمي. بس. مم. ما بتأثرش يا شخص انا اصلا. عادي. بتتعامل مع اي موقف. عادي بتتعامل مع اي موقف. بس لو حاجة مثلا فيها صعبانيات مقتليني ممكن عيط عادي. عادي. لكن عشان اتأثر من مدرب او من من شغل. وبتأثرش. اه. فاللي اثر معي كابتن مختار مختار. جدا اثر في نفسيتي جدا جدا جدا. بالسلب? جدا بالسلب ايه ده بكل حاجة. كابتن مختار? اه. الكابتن مختار لما انا تصبت جالي اطعف وطر اكيلس. ام. اطعف وطر اكيلس. مجليش المستشفى. مصر كلها جات لإيه لو هو. ما كلمنيش غير بعد اسبوع. لما اللعبة راح تقاريت له. كلمه. فا اه. هتش بالحب خالص. خالص. لدرجة ان احنا الانتاج الحرب كان بيهبط وكابتن خليل ما ده الله يرحمه. رحت اه اه اتكلمت معاه. وبعد القطع فتر اكيلس حاجة من ضمن الحاجات. اللي ياريت تبرزها. ياريت تبرزها. اني مجالس الاضرات دول ما عندهمش قلب. لما اللعيب بيتصاب. لو بياخد عقده مليون جنيه. ممكن اخيل له خمسين الف جنيه عادي. عندهمش قلب. الاجهزة الفنية ممكن تمشي لاعب في اخر يوم في القيد. عشان خاطر يقلي له عقدو. انت هتمشي. عقدة كبيرة. قلله. ايرحق ما انت هتمشي. قمة السفالة اللي بتحصل في الادارات. والقرف ان يقول له اللعيب اخر يوم في ال قيد انت هتمشي فتنزل عقدك. ده مفيش كورة مفيش كلام ده قسنا في الكورة مفيشه كلام ده في الكورة. یا ما ظلمت ناس. يا ما ظلمت ناس. يا ما ظلمت ناس. فيش قانون يعني يعني ايه ماشي كده في الاخر؟ انا بقول لكم مفيش قانون اتحاد الكورة مزبط مع ما الاندية ما اكتر حاجة اضعف وحد في الليلة دي كل هو لعب الكورة. فحصل معي انا كده. حصل معي انا كده. وانت مصاب. وانا مصاب. ايه بقى? ما هي ايه بقول لك هو كان عقدي رقم كنت اعلى لعب الفرقة. ولما اتصبت رجعت اه ورجعت يعني. اتصبت بدري في في السيزون قبل. في الانتاج الحربي. اه دور الاولاني. في الدور الاول. اه. وكت انا بحارب عشان خاطر ارجع. ايه. وفي اخر يوم في القد في شعر هناية. ليتهم جايبيني طبعا عايز لعيبة كتيرة جدا كانت في الوقت ده كانت جميلة جدا. فطبعا تخضيت ليتهم بيقولولي انت عقدك يبقى تلتمائة الف جنيه. بدل. بدل رقم. رقم. حاجة. على لعيب بقولك في الفرق. اه. فطبعا انا ايه? اول مرة انا. عقدك يبقى تلتمائة ايه في السنة? اه? ايه تلتمائة دي. لا طبعا الرقم اللي بقى احمد ربناك انا بتتكلم في المبدأ نفسه. ايه ايه. اصلا انت ممكن ترجع. تلتمائة دي عقدة ناشية يعني. ممكن ترجع ما تبقاش احسن حاجة. فا احمد ربنا بمعناي يعني ايه احمد ربنا انت موجود? فطبعا انا رحت للموديل الفني المفروض موديل الفني يحميني. لقيته نوع ايه? موافع على اللي بيحصل. اسكت. اتمرنت. وبزلت اقصى. وقللت. وقللت. قللت عقدة. انا همشي بالنادي اروح فين? اروح فين? في ينار لازم تمشي بموافقتك. همشي فين انا اروح فين. لا بموافقتك. هقعد في النادي. ايه. هقعد في النادي والدنيا تمام. لكن مش هلعب. ام. انت فيهمني ووافقت. ووافقت. واتمرنت. جيت في اخر خمس مواتشات يا عبدالرحمن. اتخنيت معاه في الملعب. طولوا اللعيبة طولوا بيكسبوش ولا موتش. طبعا انا باتمرن. ويشهد عالكلام ده محمد عبدالله وعبدالله رجب واسمه محمد. جاهز. باتمرن احسن واحد. احسن واحد مش شاف حد. انا غلي كله. غلي كله فين? في اللحصل. اه يعني انا عايز اقولهم انتم ما عندكمش فكرة كلكم. ايو. كلكم ما عندكمش فكرة. اه حلو. ما تكسبوش غير اللهم انا لعبت. لعبت ماتش. انا فاكرة كويس جدا. لعبت ماتش اسموحها كسبنا اتنين. كنت انا احسن واحد في الماتش. فدخلنا اللعبة عمالة عمالة دودار دودار. اللعبة كلها بتحبيني بقى. ورجوعك بقى. ورجوعي بقى وبتاع. تاني ماتش قعدت. اقعد ليه? خسرنا. راح نلعب المصري. اكسيمبي لازم بحكي لك ارجع على نتاج الانتاج ويعرف اللي اقولولك ده. خسرنا. راح نلعب المصري. كان في اسكندرية. كسبنا. لعبت. الماتش اللي بعده. قعدت. وضوضا. اللعبة خلاص بقى بتكره المدير الفني. وبص ليه انا. انا بقى انا ايه? الايكونة. اه. خلاص هنقعد. نقعد في الدولي. انت نكسب. انت عادل ماتش نكسب ماتش هنقعد في الدولي خلاص. خسرنا اربعة. كانوا لعب لاسماعيلي اعتقد او دجلة. خسرنا اربعة. دخلت عياط. دخلت معي دعياط. من كتر ما انا. انت بتعمل كده ليه معاي? مضغوط. انت بتعمل معاي كده ليه? انا نفس اعرف. انت عايز تكسب من غيري. طب ايه مشكلة ما انا بكت ما انا بلعب وبتكسب. جيت بقى في الملعب او مش قادر بقى لعبة راحت مسكاة عبد الرحمن. هاكتلوا انت ما بتظلمه? بتادينا احنا كلنا بقينا ايه? حاجة واحدة. حاجة واحدة. رايحين للعب حرس الحدود? حرس الحدود. احسن لعب في المنطش كتبه عالف نص ملعب. المنطش ده قادر لي انتاج الحرب في الدوري. كسرت الدنيا في المنطش ده وكسبنا. انتاج الحرب بقادر. وانا راجع في الاوتوبيس. وانا راجع في الاوتوبيس. لجيتهم بيقولوا لي انت مش تكامل السنة الجاي. اصل اللعيبة بتحبك اصل اه? لعبة اللي بتحبني والقصة فيش نادي بيقول للعيب انت مش تكمله عشان لعبة بتحبك هو بيقوله يعني ان الكابتن عنده تحفظ عنده تحفظ يعني ان اللعبة بتسمع كلامك اول مرة اول مرة تصد باللعيب هو يعرف لا انا اتكلمه معه القصة يعني قولك ده درد جبل وفي اخر الموسم كنت أنا طالع في الإعلام طالع في الإعلام طبعا أنا مشيت هبط أصلا هبط أصلا بعد ما أنا مشيت السنة اللي بعدها هبط طالع في الإعلام ما بكلمش غير حكبت المختار المختار أنا على المواقف وإزاي مدرب المفروض يبقى قضوة لللاعب لعيب يبقى مصاب المفروض لازم يروح له دي أهم حاجة تعمل للعيب نفسيا حتى لو أنت مش هتلعبه لازم تعمله كويس فهي مشكلة أن في بعض المدربين بتحبه وتكره أنت فاهمه ناصد لو ما حبيتش دودار تتلاشى دودار خالص كأنه دودار له مش موجود وده غلط ما دودار عملك إيه عندك مفهوم أن دودار قال حاجة تعاله هاته حبيب أنت قلت واحد اتنين ثلاثة طب أنا روحت له طب أنت حد موصل لحاجة هي مشكلة آه قالي لا يا ابني يا ابني لا يا ابني ما عندكش حاجة يا ابني يا ابني أنت محترم ومؤدب وجميل طب المعاملة إيه والمعاملة إيه فإحنا عندنا مصيبة سودة في الوضوح إحنا موش واضعين إحنا قدامك نضحك ومن ظهرك نديك سكاكين في المواجهات يعني إيه إيزباعها كده في الكرة وفي الحقيقة عموما ممكن بتقابل ناس كدرا جدا كده أنا بكرههم ما بحبهمش أنا بصراحة يعني أنت جايل على واحدة أنا بحبه بس أنا ممصدق قصة وكل حاجة طبعا بس عارف هي بالنسبة لي يعني أنا 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 مشوش كده شوية أنا أنا بقول لك يعني أنا اتصدمت خاصة أنهم متدين قوي طبعا واتصدمت وروحت واجهت وطلق لو حد قال لك حاجة أنا مش أعمل حاجة تضرك أو حاجة تضر المكان اللي أنا فيه لأنه دايما أنه طول الوقت ما مصطقتوش بعد كده في السيدين اللي بعدها بقى بعد ما بطلت أو كده دا ما هو بطل بعد كده التدريب هو ما بدر حصل اللي بعدها بطل ما مرنش حد انت فهمني بتقولها كده اللي هو بطل ما انت مش فيهم حاجة عبد الرحمن انت عارف يعني إيه بس كابت المختلف ببطل بمزاجه أنا بقول لك أنا بالنسبة لي لا مسك نادي ومسك المحلة ومشي ومسك معرفش إيه قبل بموسم اسمعني بس هو دلوقتي يعني بقى عارف وانت بقى سليكتف بقى ما بقاش يعني بيقبل كل العروض يعني أعتقد هو طبيع بقى يدي جيل تاني بقى ممكن يكون ده تفاكره اه ايه دي جيلتها مثلا كابتن عبد الله راجل بن المدربين الشاطرين جد اه كابتن مجد عبعاطي هو ابني كابتن مختار مختار بالزبط لكن أوقات لما بتوصل لسن معين ما بتعرفش يعني تتعامل مع الشباب الصغير أو اللي هو الفكر ده انت فهمه كتنظري ايو 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 انا بالنسبة لي سأنا انا متأكد ان هو والله لو عارف ان انت منه للدرجة دي او كده دلوقتي ممكن يبقى حابب ان انت تبقى يعني تسامح في اي خطأ حصل مسلا انا متأكد انا سامحه اه انا متأكد انا بالنسبة لي مسامحه انا خلاص انا بحيد عنه خلاص انا بسامحه لكن انا في وقتها اه بتبقى صعب دي 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 تموت طب ارض انت مش فهم حاجة لا لا فهمك فهمك والله يعني ايه لعيب كورة ان هو لو انا شخصيتي مش قوية او الشخصية ان انا بتعدل ازمات او بتخطاها كنت موقفتي في الحتة دي انت عارف يعني ايه اخر يوم في القيد تقلل فلوسي لا لا وتقول لي رقم صغير موقف في يعني مش عايزة اقول يعني لا في معاني وشك في ساعت علي فتحي باكلفت ايه فاكر علي فتح فاكروا انت هتقالي وصحة نانسيت انت انت متحبه انت متحبه كمان برضو قلله فلوسه فانت بتتكلم في ايه فهو ده اللي بتتكلمك فيه ان اضعف واحد في منظومة الكورة في مصر هو اوقات كتيرة جدا بلعيب الكورة طب انت قللت عقدي بنان على ايه عشان انا مصاب ده انت المفروض لعيب الكورة ده وهو مصاب في الملعب معاك ياخد عقده كامل من غير طبعا بس مصاب معاك جوه الملعب طبعا طبعا الله ينور عليك بروفر عليك فبالتالي لا فيه برضو مشاكل ايه مشاكل ادارية ايه فهو ده اللي بكلمك فيه كان فيه حتى لعيب معايا يعني بس بيقول لي بيقول لي السنة الوحيدة اللي اخدت فيها فلوس كاملة كنت في نشيئين الاهلي الصبت تطلقوا لي عادي كله بس انا ممكن في وقت هنتقابل تاني في حلقة اعجيب لك قسامي اللعيبة اللي بتقلل عودة في اخر يوم فقيت ده رقم بيمسكوا ايه من ايده اللي بتوجعوا لا اما كده لا اما كده تبدأ اسمه ايه ده والنبي ابتزاز ده ابتزاز بقى وسفالة وقلة ادب وقلة زوق وعدم احترام قصة حزينة ان انت ايوه انا بتكلم قصة حزينة متكررة متكررة جدا وما فيش حد بيوقف عندها صح والله بس طبعا يعني حلقة تاريخية في التوقيت عدينا كل الحلقات اللي فاتت في الوقت بس بصراحة مش قادر اختم طول ما حلقة حلو ما قادرش اختم لا بنا خليك عبد الحمي انا بشكرك طبعا انا عشب بحبك بس فبقى ايه اه كلام اه تاخد بالك ده انا عندي كلام كتير قوي في موقف كتير قوي انا حاسس ان انت عندك ساعتين تاريخين اه بس لا حلو اه على كده عشان الناس ايه تستنى لحلقات التانية انا بشكرك شكرا جزيلا والله وبرضه انا بحترم الكابت المختار لسنه وشخصية محترمة جدا انا بحكي على موقف الصرفية جدا وهو اتعامل فيه بمعاملة صعب جدا والنادي الانتاج الحد المجلس قدرته ورده اتعامل باسلوب في الوقت ده ما كانش كويس معي خاص لا لا واضح طبعا واضح طبعا انا بشكرك واتمنى لك التوفيق في الطموحات والاحلام ومع الاكاديمية وسلامي للشباب اللي في الاكاديمية كلهم ان شاء الله اللعبة وبشكرك شكرا جزيلا السلام الله ورحمة الله بنا خليك والف شكرا على زوجك دي كانت حلقة النهاردة من جول كاست مع النجم احمد دويدار وحلقة فيها كم اراء وكم قصص انا بصراحة استمتعت جدا وبحب الجرأة في الكلام واعتقد كان واضح جدا وان شاء الله ألتقي بيكم في حلقات اخرى قادمة مع ضيوف اخرين ومعايزين مع السلامة